نحن اليوم جلستنا رح نبلش الجلسة الرابعة أو المحاضرة الرابعة محاضرتنا اليوم لها علاقة بالنوع التاني من الأنواع الإخبارية والمواد الإخبارية الموجودة بوسط الإعلامي والبث الإعلامي المنتشر بكل مكان هو نوع التقارير الإخبارية رح نحكي يا شباب اليوم عن التقارير الإخبارية أو التقرير الصحفي ما هو التقرير الصحفي مما يتكون مما يتألف من أي نوع يندرج ما هي مقوماته مكوناته وبنيته طبعاً نحن رح نبدأ بشكل مباشر على التقرير بس قبل ما أبلش أنا بالتقرير تعرفوا شو حابة أنا أخذ منكم شوية تفاصيل أنتوا شو متذكرين بالجلسات الثلاثة اللي ساويناها شو أخذنا فيها لهالجلسات قبل ما نبلش بالتقرير الإخباري وشو هي مكوناته ونعرف شو أهم القوالب التي تستخدم في صياغة التقرير مين اللي موجود معنا هلأ على الهوى أو الهوى لحتى يقدر بشكل مباشر يعطيني رأيه أو مو رأيه يعطيني ملخص عن الشي اللي عملناه واللي أخذناه بالجلسات الثلاثة الماضية في عنا محاسم في أمس وفي بدون أكيد لبينما يجو البقية والبقية إن شاء الله نحن رح بشكل مباشر نشتغل على موضوع يعني بداية جلستنا الرابعة وهو التقرير الإخباري يلي حابب يحكي ويفسر ويوصل لنا شو نحن عملنا بالجلسات الأربعة أو الجلسات الثلاثة حتى نكون نحن دقيقين تفضلي يا محاسم كونك أنت ما حضرت جلسة مبارح فيك يعني ما علشي أو إن شاء الله تكون حضرتها على اليوتيوب فيك تعطينا ملخص شو عملنا مبارح وأولت مبارح أو الجلسات الأولى والثانية والثالثة تفضلي محاسم هلا أنا جلسة طبعا مبارح لسا والله ما صار لوقت أحضرها أصاص اليوم بالليل تذكر بالجلسة الأولى والثانية حكينا عن العناوين الخبرية وحكينا عن المدارس الصحفية والهرم والهرم المقلوب وهي الأصاص أنه المدارس اللي بينتمي للخبر الصحفي نعم ما تسمى القوالب القوالب التحريرية قوالب الخبر صحيح نعم حلو حلو كتير الجلسة الثانية بتذكر شو اشتغلنا بشكل معمق أكتر بلشنا نشتغل على نوع وهو انت لكم قاعدة الأنواع الأخرى بلشنا نشتغل بالخبر ما هيك؟ صحيح محاسن أو بدور أو أنص أو كلمين عم يسمعنا هلأ بشكل مباشر على الفيسبوك أو حتى بالزوم شو هو باعتقادكم شو هو جسم الخبر أو بنية الخبر مما تتكون ما هي النقاط الأساسية التي يجب عند صياغتنا وصناعتنا وكتابتنا وتحريرنا للخبر أن يكون موجود فيها عناصر وعوام أو تكوينة معينة مين؟ شو هي هي تكوينات الخبر أو بنية الخبر مما يتعلق؟ ممكن شارك فضل أناس طبعا إنا انخذنا التكميل الخبر أنه ينقسم لأربع أو خمس أقسام أنه هو العنوان يبدأ العنوان والمقدمة والمثل والخاتمة الخاتمة تكون خلفية عن الخبر مراقب حلو، حلو كتير هذا الكلام، ممتاز والعلمان اللي هو كمان اللي هو انواع ومقدمة الانواع والخاتمة كما حاكنا اللي أخذ فيها عن خاطر نحكي بيها الوخصة شلون لقيت حالك أنس بعد ما اشتغلت على موضوع تحرير لأول مرة تحريرك لمادق الخبرية لها علاقة بمهتمة بالشأن الرياضي شلون لقيت حالك هل لقيت حالك أنه أنت ما لك بعيد عن الجو صح أنت كنت عم تقول أنه أنا بعيد وصعب علي وكتير مطلع بالأخبار الرياضية بس ما لقيت حالك أنه بإمكانك من خلال قراءة بعض المعلومات بعض شوي خليني أقول التفاصيل البحث شوي عن طريق الانترنت ممكن تقدر تصيغ خبر عم يغطي هذا الجانب يعني ما له أمر صعب بس بكونه أنت ما خبرتك أنه ما عندي بالمرة ما عندي أي اهتمام بمهور شأن الرياضي فإذا كنت أصعبت بالبداية بس تعني نوعا ما جيد يعني الحمد الله لا براف عليك لا براف عليك طبعا طبعا كانت خطوة جيدة ممتازة أنا ببداية وفقونا أول تجربة إلك بهذا الجو فكتير الأمر يعني ضمن السيطرة طب خلونا نشوف محاسا ما بعد إذا رجعت أنت رفعت إيدك أو بالغلط بكل الأحوال عندك أي استفسار هيتبع قبل شوي رحشي له آه تمام عنا فيه شاب دخل عامر أو أمر ما بعرف عامر تعرفنا عن حالك أول مرة بتحضر دورة التحرير ما بعد إذا حضرت بالجلسة الأولى بكل الأحوال عامر إذا أنت موجود فيك تشاركنا بشكل مباشر وتعرفنا عن حالك آه يا أهلا وسهلا وسهلا اليوم على فكرة يا شباب جلستنا كتير 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 مكسفة وبتي حاول يعني عن جد إحنا بلشنا اليوم خمسة وربع بنا نخلص سبعة لازم نخلص سبعة ولازم يكون هاي الجلسة يعني عن جد مشتغلين عليها بشكل رح يكون في عندكم ضخ كتير كبير من الكلام النظري لكن بتكون تعقسوا لي بمحاضرة إن شاء الله اليوم آآ بكرة إذا بتكون أو حتى بعد بكرة حسب قضاتكم ممكن نساوي الجلسة الأخيرة هي حتكون تطبيق عملي للتقرير الإخباري كتابة آآ مادة تقريرية أو كتابة آآ تقرير وأيضا حيكون فيه مثل ما تلكون الجلسة الختامية حيكون إلها علاقة بآآ موضوع السياسة التحريرية أو السياسة الإعلامية ومنظروا بين السياسة الإعلامية مبارك هذا الصوت ممكن نسكر الشباق لو سمحتي إذا سكرنا الشباق بيكون أحسن إن شاء الله مش هم يضل الصوت نقي وواضح وبدون أي مشاكل رح نبدأ بشكل مباشر طالما مبعد يمكن علامة إبراهيم في اللي دخل أو حتى عامر ما عندهم إمكانية إنه يفتحوا صوت ويحكوا نحنا رح نبلش بشكل ضغري مباشر بمحاضرتنا اليوم مثل ما أنتلكون هلأ عم تطلع عندكم الشاشة ما هيك بس بدي تأكيد منكم للي موجود أكدوا لي إنه الشاشة تعالى حلو كتير تمام اليوم جلستنا مثل ما أنتلكون إلها علاقة بالتقرير الإخباري والتقرير الصحفي وهو ثاني الأنواع الإخبارية المستخدمة بكتابتنا اليومية بالوسط الإعلامي والمحيط الإعلامي لأي وسيلة إعلامية موجودة تكاد لا تخلو من هذا الاستخدام بهذا النوع الإخباري المهم وهو التقرير الإخباري خلونا نبلش نشوف شو تعريفات الباحثين وعلماء والمختصين في المجال الإعلامي شو عرفوا التقرير وكيف ممكن نحنا نستخلص تقرير بناسب الجميع وربما تقولوا أنه هذا التقرير هو الأنسب بالنسبة لي أو بحسه الأقرب بالنسبة العملي من خلال المجال الإعلامي ربما وشلون بحس أنه التقرير بيمثل هذا التعريف في شكل كتير حقيقي وصريح أهلا وسهلا أستاذة عمار ما في مشكلة إذا بتحب تكمل معنا الجلسة بيكون نورة وشرفة 100 أهلين وسهلين طيب نحن نبلش بتعريفات الباحثين والمختصين مثل ما أنتلكون شلون عرفوا التقرير الصحفي أو الأخباري هلأ ممكن أحد منكم يسألني طيب مين الأصح نقول تقرير صحفي أو نقول تقرير أخباري التسميتين تجوز التسميتين لنفس المادة وتصب بنفس الصياق وهو المادة التقريرية اللي هي بتكون أوسع وأعمق من الخبر بقليل خلونا نشوف شو معنات التقرير أحد الأشخاص أو المختصين عرفونا التقرير وأهله هو أحد الفنون الصحفية التي تقع بين الخبر والتحقيق ويقدم مجموعة من المعارف والمعلومات حول زاوية وأكثر لحدث أو واقعة أو موضوع معين مثل ما كلها ما بنعرف ربما يكون سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو إنساني وغيرهم من المواضيع غالباً شوفوا هون هاي نقطة بديكم تركزوا عليها كتير غالباً ما يكتفي بالإجابة عن أحد الأسئلة الستة اللي نحنا كلها عتنا بقى لازم نكون عرفناها هذي هنا من ماذا ومتى وأين وكيفا وليماذا هذول هنا الأسئلة الستة غالباً إذن التقرير يكتفي بالإجابة عن أحد الأسئلة الستة فهو يبحث فيما وراء هذا الخبر يقدم معلومات تفصيلية متسلسلة إذا عم بحكي بسرعة خبروني إذا فيه نقطة مفهمتوها كمان خبروني لأنه نحن لازم نمر بسرعة على التعريفات لحتى نفوت باللب والكلام العميق أكتر لقدام شوي التقرير أيضاً يقدم معلومات تفصيلية متسلسلة تصل للقارئ من حيث يشعر أو لا يشعر إلى ما يريده كاتب التقرير فالتقرير عادة يكون موجه من الكاتب ولكن بصورة غير مباشرة شو بقصد بالتقرير أنه بيكون موجه؟ طبعاً نحن الكاتب من وراءه سياسة تحرير الوسيلة الإعلامية اللي عم يشتغل فيها يعني ربما ياخد الكاتب أو المحرر أو الصحفي حياخد أوامر أو خليني أقول اقتراحات وتوصيات من قبل رئيس التحرير مدير التحرير بأن يتم تسليط الضوء على هذا الجانب أو على هذه الجزئية من الخبر والتعمق فيها أكثر والبحث فيها أكثر عن المعلومات الحصول على مصادر يعني تركز على هذا الجانب أكثر من غيره إذن هدول التفاصيل كلها وهي المعلومات منقدر نحن نحصل عليها من خلال التقرير ومثل ما أنت لكم الكاتب ومن وراءه السياسة التحرير والوسيلة الإعلامية هنم اللي عم يكونوا عم يواجهونا لهذا الجانب والتركيز على هذه الجزئية أكثر من غيره نجع من أكد أنه هو من الفنون الصحفية التي لغنا عنها بأي وسيلة في عنا كم هائل مثل ما ذكرت لكم في عنا كم هائل دائما بالوسط الإعلامي والفضاء الإعلامي في عنا كم هائل كثير كبير من الأخبار بإمكان أي صحفي يختار أي جزئية من هذا الخبر ويتم التركيز عليها أكثر من غيره وإحضار تفاصيل أو أجزاء مهمة تعطيني معلومات إضافية عن الخبر اللي أنا أصلاً لسا ما تكونت عندي رؤية واضحة حول هذا الخبر الدكتور لطفي ناصف طبعاً الدكتور لطفي من عمداء المدارس التحريرية والباحثين والمحررين في المجال الإعلامي بيعرف التقرير الصحفي بأنه وصف تفصيلي شوفوا انتبهوا على كلمة تفصيلي وهم في عنا وصف تفصيلي حول الأحداث الواقعية الراهنة فبيوصف التقرير بيوصف هاي الأحداث بالتفصيل بسيرات ديناميكيتا كقضايا اجتماعية التقرير أكيد ما بيقتصر بس على الجوانب الجوهرية فقط كما هو الحال بالخبر وإنما بيقوم بالوصف الزمني شوفوا شنون هلأ بلشنا ركز على عناصر أخرى من العناصر الخبرية الزمان والمكان لهالأحداث اللي صارت وبيشرح القضية الاجتماعية أو بيشرح الحدث بيشرح المعلومة اللي أنا حابب أعطي تفاصيل عنها للقارئ أكتر أو للمستمع أو للمتلقي أو للجمهور بشكل واضح وشامل وبشكل حيوي والأهم من هذا كله أنه تكون اللغة سهلة وجدابة خلونا نشوف الدكتور الآخر من دكاترة الإعلام أو الباحثين وساتزة الإعلام من من ما بيعرف الدكتور فاروق أبو زيد وهو الدكتور المصري بيعرف وبيضيف على التقرير الصحفي بأنه فن صحفي يقع بين الخبر والتحقيق ويقدر مجموعة من المعلومات حول الوقائع بحركتها الديناميكية فهو يتميز بالحياوية ولا يقتصر على الوصف المنطقي للأحداث وإنما يسمح بإبراز الآراء الشخصية للمحرر الذي يكتب التقرير إذن حياة مباشرة حترجع وتقولوا لي أنتو طيب هلأ أنت أستاذة هون حكيتي أنه فيه بالتقرير التقرير هو نوع إخباري وهون عم يحكي الدكتور فاروق أبو زيد أنه فيه بعض الرأي ربما أو ذاتية في طرح أو تناول التقرير وين يا حزرك؟ يعني وين يا حزرك ممكن تظهر أصلاً هاي الذاتية؟ بمجرد أنت أنه اخترت جزئية من جزئية الخبر أو عنصر من عناصر الخبر وحبيت أنت تتعمق فيه أكتر فهي بحد ذاتها هون تدل على أنه أنت اشتغلت على موضوع ذاتية ولربما قد تعكس رأيك المبطن وليس الصريح كونوا انتبهوا لهذه الجزئية ولهذا الجانب الرأي المبطن بحول القضية يلي عم يتم طرحها وتصديق الضوء عليها ومناقشتها الأهم من هات كله أنه هذا الشيء اللي حكايت دكتور فاروق أيضاً فيه خلاف عليه كبير مع الأسادزة والمدرسين المخضرمين بالمجال الإعلامي ويلي بيصروا على أنه يتم الاستبعاد الذاتية وأي رأي حتى لو كان مبطن بالتقرير اللي نحن عام نحكي عنه أو بدي مطلوب مني كتابته وصياغته في الوسيلة الإعلامية أو حتى بالنشرات لربما بالزوايا اللي موجودة عندي بالصحف أو بالمواقع التبويبات بموقعي الإخباري اللي عندي عم يشتغل عليه إذن هايك صار عنا رؤية واضحة هم التعريفات التي تناولت ما هو التقرير الإخباري حنشوف هلأ أهمية التقرير هاي المادة الإعلامية الدسمة والتي تزيل اللبس الذي يمكن أن يصيب القارئ أو المتلقي أو المستمع أو المشاهد أيًا كان نوع هذا الجمهور من خلال سماعه لخبر معين لأنه مثل ما ذكرنا قد يكون الخبر سلط على 3-4-5 عناصر من العناصر الأساسية وعطاني شوية خلفيات عن الحدث لكن ما عطاني عمق أكبر بهذا الحدث ومجيات هذا الحدث التقرير بيقدر يخدم هذا الموضوع بيقدر يغطي هذا العمق هذا التفصيل خليني أقول الكلام التصريحات الإضافية التي يمكن أن يتم إرفاقها في نص المادة الآراء الأطراف كلها اللي شاركت في هذا الحدث ولربما الخبر قد يقتصر على جزئية وجزئتين من الآراء وبالاعتماد على المصادر مثل ما شفنا أحد الوظائف اللي تقدمت مبارح في عنا تصريح لعدة أطراف طرفين أو ثلاثة بالوقت نفسه ممكن يكون بهذا الحدث مشتغل فيه 5-6 أطراف وليس طرفين يمكن بالخبر الاقتصار على هدول أبرز هذه الأطراف لكن بالتقرير يفضل أنه يتم الإلمام بكل أطراف الصانعة بالحدث أو الصانعة للحدث بشكل معمق ومركز نقرأ شوي على السريح شو هي أهمية التقرير هو الأساس في بناء مراكز المعلومات وتكوين الأرشيف المعلوماتي تشوفوا الأرشيف المعلوماتي مثل ما أنت لكم إذا بدكم معلومات إضافية إذا بدكم هالمعلومات الضلم بذاكرتكم أو حتى ببالكم بإمكانكم تسمعوا أي تقرير حول هذا الخبر أو هذا الشيء أو هاي المعلومة أو هذا الحدث اللي أنتوا حابين تطلوا عليه وتعرفوا تفاصيل أكتر عن هذا الجانب فهذا الشيء حيرجع لكم بالفائدة لكم كأفراد وأكيد للمؤسسة اللي عم تشتغلوا فيها وأيضاً بشكل أو بآخر للمجتمع اللي أنتوا عايشين فيه الأهمية كأهمية الخبر وبعمق أكبر مثل ما قلناها النقطة وإن كان أقل استهلاكية منه وش يعني أقل استهلاكية؟ يعني ربما ما يحقق الانتشار الكبير يلي بتنتحققوا الأخبار بسبب الكم الهائلة بسبب سهولة الوصول إليها بسبب قصرها لربما الخبر سرعة الانتقال من مكان لمكان هذا الشيء بساعد على أن الخبر ينتشر بشكل كبير ويستهلك بشكل أكبر وأكتر من قبل المجتمع والجمهور هون التقرير حيكون في عنا ما رحقول نخبة بأنه تابع هذه المادة الإعلامية وإنما الشريحة بحابة تعرف تفاصيل أكتر لربما الشريحة العامة والواسعة من المجتمع ما بيهم تعرف تفاصيل كل هالأد عن هذه الخبر أو هذه المادة الإعلامية أو هذه الحدث بحد ذاته تتميز الصحف والمجلات والفضائيات والإذاعات بعد التقريرات مثل ما إلنا أنه السماء المميزة واللي بيلمع نجم الوسيلة الإعلامية سواء كانت قناة أو محطة أو صحيفة أو حتى موقع إخباري بيلمع نجمها من نوعية وخصوصية التقارير التي تقوم بالصياغتها ليس فقط أنه تناول حدث معين الزلزال ما الزلزال وقع بأحد المناطق أو خلينا نقول حريق أو انفجار أي كارثة طبيعية أو حتى كارثة من صنع الإنسان الخروبية اللي عم تصير والمشاكل اللي عم تصير بالمجتمعات الأزمات الاقتصادية إلى ما ذلك إلى ما هناك من عندنا أخبار ومواضيع وأحداث ربما منقدر نصلت لو عليها من ناحية الإخبارية لكن من ناحية تناول التقارير التي تحيط بهذا الخبر بشكل مختلف وبشكل يستطيع أن يصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور وبنفس الوقت يحقق خصوصية مثل ما أنت لكم لأنه مو مما كان مو أي جمهور بيحب يعني يزيد معلوماته عن هذا التفاصيل هذا الحدث من هون إجت خصوصية التقرير وأهميته وميزته بالوسائل الإعلامية التقرير من أبلغ القوالب الصحفية في بناء وتغيير القناعات لما فيه من معلوماتية منطقية عالية وبعده عن الآراء الفارغة والإنشائيات الفضفضة طبعا هذا الشيء بيأكد وجهة النظر اللي كنا عم نحكي فيها ويلي هي وجهة النظر اللي كنا عم نحكي فيها ويلي هي بتقول أنه بالتقرير منضيف نحن تفاصيل ومنضيف معلومات إن شاء الله تكون سابقة بأثارة عندكم ما يميز الخبر عن التقرير بشكل واضح صار في عنا نحن ضخ أكبر للمعلومات ضخ أكبر للتفاصيل بالمادة الإخبارية وهي النوع الثاني التقرير الصحفي إذن مؤخر يعني خلونا نختصر كل هالخصائص للتقرير بشكل يعني هيك خلونا على السريع أبرز خصائص التقرير التوسع في تقديم المعلومة وهي النقطة اللي برجع بلكن ضروري جدا تضل أول شي ببالكن بميز بميز مادتكن التقريرية اللي عم تكتبوها عن المادة الخبرية اللي عم تحرروها لأنه مثل ما تلكون الخبر ربما يكون مختصر وقصير ليس فقط بقصد بالقصير من ناحية الحجم والطول وإنما قصير من حيث غنى بالمعلومات أما هون بالتقرير نحن عم نتوسع عم يصير في عنا رؤية أوضح للجمهور عن هذا الحدث بحد ذاته الأهم من هيك مراعاة التدرج الطبيعي لمسار الحدث شو يعني المراعاة لأنه هون نحنا مثل ما أنتلكون رح نصيد نستفيد بخلفيات الحدث بالتصاريح يلي عم تغطي الأطراف المشتركة بالحدث كل هدول القصص بنقدر ننقلهم بالتقرير أيضا بالتقرير في عندي أدلة شواهد صور بتقوي التقرير وتعززه صار في عندي ممكن استعين بإحصائيات ممكن استعين بأدلة ممكن استعين ببعض الشواهد مثل ما يعني أخذ تصريحات من أحد المسؤولين يلي ما قدرت أنا أحصل عليهم وما قدرت أحصل على تصريحات منهم أثناء كتابتي للمادة الخبرية عنا كمان نقطة أخرى هي الحرص على عناصر التشويق والطرافة والإغراع في مقدمة التقرير ونهاية وليس مقصود هون الطرافة والإغراع أو حتى عنصر التشويق هو أنه نستخدم أساليب مبتدلة أو حتى أساليب رخيصة انتبهوا في كتير من الصحفيين للأسف بيلجأوا لهذا النوع من المقدمات يلي بيعتقدوا أنه كل ما استخدموا أسلوب حتى غير حقيقي هون هن رح يحققوا أكيد قراءة لهذا التقرير ما عم يكونوا عرفانين أنه هن بهالحالة المترقي أو الجمهور مباشرة عمل أكس للوسيلة لأنه ما لقى منه معلومة ولقى الكذب بنقل الخبر أو نقل تفاصيل معمقة عن هذا الحدث خلونا نجع نشوف شوفي عننا عناصر يعني عناصر التشويق إذا بيقصد فيها مثل ما أنتلكون ليس المقصود بالابتزال في التشويق أو حتى بعناصر الإغراق وإنما أن تكون هذه التفاصيل بحد ذاتها قادرة على جذب انتباه ولفة اهتمام الجمهور والمتلقي لها المعلومات وللتفاصيل الخبرية اللي حقدم لكم ياها بالتقرير سواء كان بمقدمته أو حتى بنهايته وأيضا في جسم التقرير وصله أخيرا من خصائص التقرير أيضا أنه شخصية الكاتب رح تبلش تضح أو تتضح أو تبرز كيف مثل ما أنتنكون من جراء اختياره لعنصر الزمان والتوسع فيه لربما من جراء اختياره لعنصر كيف أو اختياره لهذه الجزئية بحد ذاتها في المعلومات اللي عنديها حول الخبر هون بحد ذاته هذا الموضوع ساعد بإنه تتبلور أو تتكون شخصية الكاتب أو يعني تظهر في كتابتنا التقرير حتى عنده سؤال عن هدول المعلومات حتى نبلش مباشرة بأجزاء التقرير ويلي بتصور أجزاء التقرير لازم تكون أيضا عندكم إياها واضحة لأنه هي تشبه إلى حد ما وليس إلى حد ما وتشبه إلى حد كبير أجزاء المادة الإخبارية وتفاصيلها أجزاء التقرير أول جزء من أجزاء التقرير عندنا العنوان العنوان بتكون من عدة نقاط لازم ناخذها بعيدا الاعتبار حنشوف شوية شروط كتابة عنوان التقرير كيف لازم تكون هذه الشروط وما هي المقدمة كيف يمكن صياغة مقدمة قوية ومتينة وجذابة بنفس الوقت كل هاي التفاصيل حنعرفها هلأ بأثناء الجلسة وأيضا في عنا جسم التقرير اللي هو نفسه المتن ويلي هو نفسه صلب التقرير وأخيرا الخاتمة الخاتمة المهمة جدا في كتابة التقرير هلا في نقطة هون عم يقول لكم أنه قالب الهرم المعتدل هو من أكثر القوالب الملائمة لكتابة التقرير وكذلك العنوان من المكونات الأساسية له أنت لكم في بعض الأحيان للأسف بعض الصحفيين بيجاهلوا كتابة عنوان التقرير وهذا أكبر غلط حتى لو كانت المادة مرئية أو مسموعة جعاب على المحرر الصحفي إذا ما أرفق عنوان للتقرير برجولي أنه التقرير مادة قد تكون مادة مرئية أو مسموعة فأنا لست مطالبة أصلا العنوان التقرير ما رح يكون ما رح يكون يعني منشور إذا فيني يقول أو حتى يقرأوا القارئ أو يقرأوا المزيع أو أيا كان الفويس أوبر اللي عم يقرأ المادة التقريرية هون بهالحالة نحن ليش نكتب عنوين نكتب عنوين لحتى يتم العودة إلها بسهولة من الناحية الأرشيفية وأيضا بنفس الوقت لحتى تلخص عن شو عم يدور التقرير يعني ممكن مباشرة من خلال الفلترة عبر العناوين والكلمات الرئيسية المفتاحية الموجودة بمثل التقرير والتي حتظهر أكيد بالعنوان هون نقدر مباشرة نحس أنه التقرير عم يتناول هدول الموضوعين وبالتالي بنقدر نجعله بكل أريحية خلونا نشوف طيب قالب الهرم المعتدل ميني بيتذكر لي شو قالب الهرم المعتدل أصلاً على أي أساس أو قالب الهرم المعتدل ما هو بنيته أو كيف بيتشكل قالب الهرم المعتدل يعني تتذكروا شو قالب الهرم المعتدل وليش بتتفضلوا أغلب الوسائل العلامية بكتابة التقرير قالب الهرم المعتدل كلها نعرف الهرم المقلوب وهو بيبلش بالعنصر الأكثر أهمية وبيختم بالعنصر الأقل أهمية يعني نهاية الهرم اللي هو مقلوب نهايته حتكون أقل العناصر أو أقل المعلومات أهمية من وجهة نظر الصحفي أما بالنسبة للهرم المعتدل فحتتدرج هاي المعلومات قد تبرز حنبلش بربما المعلومة الأقل أهمية ويكون اللب أو المتن عم يركز على المعلومات الأكثر أهمية فلذلك بمتن التقرير أو بنص التقرير وصناعة التقرير بميل إلى أنه نستخدم المعلومات أو القالب التحريرية اللي هو قالب الهرم المعتدل طبعاً هذا الشيء لا يمنع من استخدام الصحفي للقوالب الأخرى وللمدارس التحريرية الأخرى سواء كان مدارس الحداثة ومدارس مع بعض الحداثة أو حتى للقوالب الكلاستيكية الموجودة بالمدارس بالمدرسة الكلاستيكية مثل ما أنه قارب الهرم المعتدل أو الكرونولوجي أو حتى قالب المقلوب أو غيره من القوالب فن كتابة هالتقرير شو يعني فن كتابة التقرير أنت لكون لربما 99% من الصحفيين قادرين بأنه يكتبوا خبر وهذا الخبر حيكون في يعني قد يقع الصحفي بثغرات أثناء صياغته وتحريره اللي هي الخبر لكن لا يعني لا يصل لمرحلة الخطأ اللي ممكن أنه يقع أو الاحترافية خليني أقول اللي لازم تكون موجودة عند الصحفي اللي بدي يكتب تقرير ليش؟ لأنه مثل ما أنت لكم التقرير بحاجة إلى اطلاع أكبر لبحث أكتر عن المعلومات للبحث عن الجزئية اللي أصلا هي بتستاهد التعمق فيها وكتابة التقرير أو المادة الإعلامية عنها هناك عادة خطوات على الصحفي أنه يأخذها بعين الاعتبار وقت بدي يكتب تقرير صحفي أو الخطوة لازم أنتوا تغدوها بعين الاعتبار وفوراً تقولولي أنه أول شي نحن لازم أنت لكم أنا بقلكن وقت تكتبوا خبر مو تقولولي أنه لا والله نحن منا منطرين نجيب وراء أو ألم خلاص بكفي عننا هدو الأربع خمس سطور أو أربع خمس أفكار أساسية أنا بقوم فقط بعملية التشبيك بين هاي المعلومات بأدوات ربطوا وبالتالي هيك وصلت لمادة إخبارية لا 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 غلط هذا الشي غلط وأيضاً غلط أكثر إذا كنتوا مفكرين تكتبوا تقرير ليش؟ لأنه أنتوا بالتقرير مطالبين بأنه تحددوا الفكرة الأساسية يلي بده يدور حول التقرير هلأ قد كمان حدا يقل لي أنه التقرير يعني بالخبر أنا بحط عدة معلومات عني عندي مثلاً بالخبر بحد ذاته أنه اجتماع بين هذا الحزب وبين هذا الحزب أو يعني خرق للهدنة بهذا المكان بين هذا الفصيل وهذا الفصيل وعندي كمان كمان مثلاً قصف متعدد قصف متعدد أو منهج على مناطق معينة كل هدول المعلومات إذا كانت بدور حول منطقة واحدة ممكن نحطهم بخبر واحد يعني مثلاً إذا كانوا عم يدوروا فقط بإدلب ممكن حط أنه صار في خرق للهدنة كان في عندي أصلاً في عندي قصف ومنهج على عدة قرى ممكن هدول إذكرهم بالخبر الواحد اللي عندي لكن غير ممكن أنه أنا في حداً يقول أنه الصوت متقطع إن شاء الله يا رب يكون أنا الصوت زابط عندك بتمنى إذا في عندك مكان شوي في تغطية يزبط الصوت وتنحل مشكلة الصوت عندك إذا عندك مشكلة بهالحضور عن طريق الزوم فيك يا أنا ستتابعنا عن طريق صفحة جمعية العالمية الأكاديمية العرب أو حتى صفحة هلال ملاح على الفيسبوك لأنه بتقدر تشوف البس المباشر وتقدر بتشاركنا أيضاً بتعليقاتك وأنا راح أراها بشكل مباشر تمام بودور ومحاسن إن شاء الله يظل هيك الصوت تمام هلأ نحن نكمل إذن اختيار الفكرة هو من النقاط الأساسية يلي لازم نعرفها أو لازم ناخدها بعين الاعتبار أثناء صياغتنا وبدء تحريرنا لمادة التقرير ليش؟ أول شيء اختيار هالفكرة بحد ذات أصلاً ربما تقولولي إنه هاي اختيار الفكرة قد يكون فقط من وجهة نظر الصحفي وأنا بقلكون لا هذا الشيء غير صحيح لأنه نحن باختيار الفكرة لازم ناخد بعين الاعتبار وجهة نظر السياسة التحريرية وهي النقطة الرقم 2 اللي عاملكون عليها وجهة نظر السياسة التحريرية واللي حاستفيد فيها بشكل كتير 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 إن شاء الله متعمق بكرة بجلستنا الأخيرة السياسة التحريرية ببساطة إنه مثلاً أنت ممكن يخطر على بالك إنه أنا بدي يقول عن ربما قلة المياه الموجودة لدى أهالي المخيمات صعوبة حصولهم على المياه خلونا نفترض إنه فيه هاي الجزئية أنا بدي يركز عليها وأنا تقيت كصحفي إنه لازم نحكي هذا الجانب الإنساني وإنه خاصة مع فصل الصيف والعالم عم تشوب وإنه بحاجة لحمامات مستمرة وحتى شرب مياه بسبب العطش بشكل دائم كل هدول النقط لازم إرتقيت أنا كصحفي إنه نحكي عنهم وإذ بتصطدم بني برئيس التحرير أو رئيس قسم الأخبار أو مدير التحرير وبيقلك إنه لأ أن هاي الجزئية مو حابة بركز عنها حابة بركز هلأ مو محابب يعني في شيء أهم من وجهة نظر وهو كرئيس تحرير اللي هو أصلا عم نعكس سياسة التحريرية ووجهة نظر وأجندة الوسيلة اللي عم ينطق بإسمها أو عم يمثلها ربما ارتقى إنه في جزئية أخرى عن إدلب أو عن منطقة إدلب يجدر أكثر إنه نركز عليها خليني قول غلاء الأسعار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مجوز ارتقى إنه هاي الجزئية أهم على هون أنت ما فيك تحكي يعني كتير كصحفير وبما تتناقش أنت ورئيس التحرير أو رئيس قسم الأخبار وتوصل للصياغة إنه هاي النقطة مناسبة ممكن نعمل لعنا تقرير لاحق كلامي ولا ممزبوط فإذن الأخبار عندي مثلا غلاء المعيشة وعندي أيضا ارتفاع قلة المياه الشرب أو قلة المياه بشكل عام بالمخيمات أو حتى بالمناطق بإدلب المحررة هدول النقطتين أصلا هن أخبار آنية ويعني تستحق إنه يتم كتابة تقرير عنها والتعمق بهدول الجزئيتين أو بهدول التفاصيل قد مثل ما تتحمل إنه فكرة تتأخر شوي بعرضها لكن مو تتأخر لحد إنه خلاص تصير أو يلتأح لهذه المشكلة أو تطرق مشكلة أخرى أكثر أهمية وأجدر بإنه نركز عليها إذن لازم ناخد بعين الاعتبار هدول النقطتين اللي هن سياسة تحرير الوسيلة اللي أنتو حابين أو اللي أنتو عمت مسلوة أصلا من الكادر الصحفي ومن عمل المهني وعمل الصحفي وأيضا لازم نعرف نوع الحدث طبيعته وأهميته هاي النقطة جدا مهمة مثل ما تلكم إذا هذا الحدث بيطلب مباشرة نتعمق ونروح نحنا كصحفيين نشتغل بشكل فوري بالبحث والحصول على تصريحات خاصة للوسيلة عن هذا الحدث بيكون هذا أمر جدا مهم ويشيد ويشيد باحترافية الصحفي وقدرته وخبرته المهنية بهذا المجال في عنا نقاط عميقلوا لكم أنه ممكن أنه تقول أنه التقرير أيضا بيعتمد على بعض الخصائص الموجودة أصلا بالخبر من هاي الخصائص الموضوعية الإثارة المنافسة والصراع النتائج شوفوا النتائج كتير نقطة مهمة مثل ما أنتلكم خلينا نقول لقضية قلة مياه الشرب كم يمكن تعمل إنعكاسات سلبية على الناس اللي ممكن يضرروا من هذا الموضوع ربما يصير في عندي حالات وفاة ربما يصير في عندي حالات مرضية وإصابات أي أن كان إنعكاس هذا الموضوع أو النتائج هذا الموضوع رح أعكسه بتقريري لأنه هذا الشي بتشابه أو بتطابق أو خليني أقول قريب جدا من المادة الإخبارية اللي هي أصلا تشمل على هدول الجوانب من الموضوعية والإثارة المنافسة والصير عمتما تكون سيكون في تصارع على منطقة أو حدث ما قد حالات تسمم نعم حالات تسمم يا بودور لأنه قد تلجأ العالم لاستعانة بمياه غير صالحة للشرب ومن ربما من نتيجة هذا الموضوع أنه يصير في عندي حالات تسمم أحسنت يا بودور إن شاء الله معناتها هيك نحنا عم نستهيب بالأمثلة أو عم نستسهيب خليني أقول بالأمثلة ونستفيد فيها لحتى نضلع الآن بزهنكم النقاط اللي بتقدروا من خلالها تختاروا جزئية من الخبر وتعملوا عنها تقرير إذا نصار في عندي الموضوعية والإثارة والمرافزة والصراع ونتائج والتوقيت مثلما تكون الموضوع الزمني جداً مهم في صياغة أو اختيار المادة التقريرية اللي هي مثلما تكون آنية هذا الحدث والاهتمام أنه أكيد بيكون هذه المادة التقرير تهم شريحة كبيرة من الجمهور أو المطلقي المستمع المشاهد وما إلى ذلك أول خطوة قلناها وبتصور صار عندكم كفاية فيها معلومات إنه كيف على أي أساس أنا بيختار الفكرة فكرة التقرير يلي بدي يكتب عنه ربما يقل لي الرئيس قسم الأخبار روح يا فلان كتب لي تقرير جهز لي تقرير اليوم أنت لازم اليوم يكون في عندك مثلا من بودجت أو الحصيلة اللي أنت اشتغلت عليها بيومك كصحفي ربما تقرير أو تقريرين وكثرة التقارير لا تعني احترافية وإنما هذا بيدل على تخبيص وشبل بالنسبة للصحفي لأنه ما عم يكون عم يشتغل طبعا بغض النظر عن مهارته وكفاءته وأكيد نحن ما نغبن أي صحفي عم يشتغل من الصبح للمساء ويتعب بكتابته للأخبار وإنما أو كتابته حتى للتقارير وإنما كل ما كان الصحفي عم يشتغل على تقارير وبالبحث عن تفاصيل تجدر وجزئيات يجدر الانتباه إلها ولفت النظر إلها وأيضا بتجذب الشريحة أكبر من الناس وإلها وقع عند الجمهور هاي خلصنا من أول نقطة اللي هي اختيار الفكرة نحنا لنا كصحفيين نختار الفكرة بناء على عدة عوامل منها السياسة التحريرية للوسيلة اللي نحنا شغالين عليها ونحنا ذاتيتنا باختيار العنصر اللي يفضل أنه يركز عليه أو يجدر أنه يركز عليه أكتر من غيره خلونا نشوف الخطوة الثانية من خطوات كتابة وصياغة وبناء تقرير هي خطوة الإعداد والتحضير طبعا الإعداد والتحضير هو خطوة لاحقة أكيدا أكيد هذا الشي بعد نحنا ما نكون جمعت الفكرة براسي صارع في عندي فكرة ولنفرض حالات تسمم في منطقة معينة حكيت عننا بدور هاي حالات التسمم ما كتير من وسائل الإعلام نزلت يعني خليني أقول تقارير عنها ربما نزلت خبر وما عطتني تفاصيل كم حالة التسمم شو هي أسباب هالتسمم وين بأي مناطق بالضبط هل في إصابات هل في وفيات هدول المعلومات شو رأي القائمين بهذه المنطقة على هالحالات التسمم من المسؤول عن هذه الحالات أرصد رأيي وأستطلع رأيي القائمين على هذا الموضوع وحتى رأيي من أهل المدينة اللي تعرضوا لحالات تسمم هذا كله العمل شو؟ هاد كله العمل هون نحن عم نشتغل بمرحلة الإعداد والتحضير لأنه أنا هون بدي بلج جمع المادة جمع شو لازم يكون عندي أفكار شو لازم يكون عندي جزئيات بقل بهالتقرير مين هنن النقاط اللي لازم ركز عليه هون مين هنن الشخصيات اللي لازم أخذ منهم تصريحات لحتى تقوى المادة التقريرية عندي إذن أول نقطة جمع المادة الإعداد والتحضير لها عن طريق أكيد كلاتنا بنعرف أنه بنقدر نحصل على معلومات من خلال الإنترنت من خلال أرشيف الوسيلة بذاته نعم 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 يا بودور صحيح حصل في إحدى المخيمات وللأسف هي حالات دائمة تكتبون شبه يومية موجودة في مخيمات المنتشرة للاجئين السوريين بكل مكان من جمع هالمادة بيتم أن تلكون إما من خلال الإنترنت إما من خلال أرشيف الوسيلة ربما زميلك اللي كان أقدم منك بيقلك يا أخي أنت ليش بتحب تدور كثير عن تفاصيل وإحصائيات خذ هاي أرشيف المادة رجع للمجلد الفلاني أو الفولدر الفلاني الموجود بالستوريج دبع الوسيلة أو الحاضنة للمعلومات الموجودة بالوسيلة عندنا بقناتنا بإزاعتنا بالصحيفة عندنا وفيك ترجع تشوف قد يش في تكرار لحالات التسمم اللي كانت صايرة قبل بنفس المنطقة وبشكل بيعملها تبحث بسيطة بيقدر المحرر أو بيقدر الصحفي يرجع لهال المعلومات الموجودة عنده بوسيلته ربما أيضا يكون فيه أرشيف شخصي لده الصحفي بإنه يجمع دائما لهي على فكرة كتير 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 بتلاقوها بالمستقبل نقطة مهمة ونقطة تحسب لكم وأنتم بتعتبروا كنز بالنسبة للوسيلة الإعلامية اللي حتتوظفوا فيها شو هي؟ هي إنه تشتغلوا على موضوع الأرشفة يعني ربما تقع بين هداكم دراسات معينة أو أبحاث معينة أو أخبار استثنائية خليني يقول ما كتير وردت بتحطوها عندكم بفولدرات معينة بكسميات معينة موجودة على ربما أو أي مكان عندكم لزاكرة بتقدروا تحفظوه على الكمبيوتر الشخصي تبعكم أو إذا عندكم فلاشة تستخدموه هدول المعلومات يلي بتغطوهم أو بتحطوهم بأرشيفكم بتقدروا أنتوا بشكل مباشر تستعينوا فيهم طبعا بشرط مثل ما أنت لكم إنه أصلا هذا الأرشيف يلي أنتوا هترجعو له هو راجع لدراسات سابق لدراسات لباحثين لإحصائيات منشورة لربما هاي الإحصائيات المنشورة بالمجلات العلمية بمجلات إنسانية تقارير صادرة من الأمم المتحدة تقارير صادرة من الجمعيات العالمية أو المنظمات الدولية الموجودة عملية تنزيلك لهذه المادة وحفظها عندك بالأرشيف كمان جدا مهم وتعتبر يعني تحسب لك كاحترافي وكعمل متقن وعم تشتغل بشكل كتير كتير يعني دقيق عنا أي مصادر أخرى بتملك المعلومة عن التقرير شو يعني أي مصادر أخرى يعني ربما قد تنجأ متل ما أنتلك لتصريحات من أطراف اللهم علاقة بهذا الحدث أو بهذا التفصيل أو هاي الجزئية من المعلومة من الحدث اللي أنا بتيتعمق فيها وأكتب مادة تقريرية ومادة صناعة التقرير عن هاد الموضوع إذن نجحة نكرر أول خطوة هي اختيار الفكرة ثاني خطوة هي الإعداد والتحضير والإعداد التحضيرية عملية طويلة جداً وهون بتبلش صناعة الصحفي أو كتابة الصحفي للتقرير لأنه بتبلش أول شي بعملية جمع المعلومات ولملمة هالتفاصيل اللي أنا حابة تضل بذاكرتي أو أعرفها من منطلقين من منطلق أنه أنا لازم يكون عندي شوية تفاصيل عن الحدث لحتى أقدر شو اكتب هاد الجزئية أو اكتب هالتفاصيل عن هذا الحدث وأيضاً بنفس الوقت ممكن تفيدني بكتابتي يعني بكتابتي بأخذ اقتباس من لتصريح معين اللي طرف من أطراف القائمين على الحدث بوضعها وأضعها عندي بالتقرير خلونا نشوف شوفي عنا أيضاً وسيلة من النقاط الأخرى اللي بتقدروا فيها جمعوا مواد أو تفاصيل أكتر عن الحدث اللي حتكتبوا عنه تقرير من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى بتقولولي هل منقدر نحن عن جد نستعين بخبر نزل أو بتقرير أو بتصريح لشخص معين من الأشخاص نزل بوسائل الإعلام أو سواء كان بالصحف أو بالمجلات أو بالقنوات طبعاً بقلكم فيكن تاخدوا بس مو تاخدوا بدون ما تشيروا وتدللوا على هذا الموضوع أنه أنتوا اقتبستوا من الوسيلة الإعلامية سين مثلاً أعبكم تعملوا هذا الشي وإلا ما أيضاً ممكن تقاضيكم الوسيلة بحد ذاتها اللي أخدتوا منها هاي المعلومة وأخدتوا منها الجزئية ربما تقولولي طيب يعني أصلاً بالنهاية الأخبار بتتشابه والأخبار واحدة ونحن حتى ربما التقارير تتشابه يعني نفس القناة أو نفس يعني قناتين ثلاثة إخباريات ممكن يكتبوا عن نفس الجزئية طيب ما اختلفنا فيكن تاخدوا فعلاً القناسين وقناعين يكتبوا عن جزئية حالات التسمم لكن المعيب وين أنه نص هذا الموضوع يكون هو هو تخيلوا أنه أنت عم تاخد النص اللي طرح أو انعرض على أحد الوسائل الإعلامية هو هو والأسف نلاقي أنه كثير من الأشخاص واللي عم يحملوا اسم صحفي عم يشتغلوا بعملية النسخ واللسق بشكل كتير كبير أنا رح تقولولي طي يعني إحنا يا أستاذ من وين نجيب معلومات إذا ما عملنا نسخ واللسق أنا ما أبقلكم ما تنسخ وما تنسخ أبدا بس على القليلة تطلعوا قبل ما تنسخ واللسق يعني في أشخاص تخيلوا يعني عم يقوموا بعملية حتى المقدمة مثل ما هي عم تكون آريتا بخبر بموقع واثنين وثلاثة وهذا الشي ما بجوز أبدا فما بالكم بمادة تقرير بسم يفترض أنه تكون أنتوا لكم قسمة ويتكون لكم يعني شي مميز وشي بخص أنتوا ما بعرفين فاتح بس ها تمام يعني عليك يجب الإبداع يعني عليك يا بدون بالضبط نحن بالتقرير يعني مو يفضل يجب يجب عن جد من كلكم بسمة بعيدة عن النسخ واللسق وعمليات الاقتباس من القصين من القنوات أو عين من الصحف الموجودة هلا هيك بتصور صار عندكم رؤية أيضا كمان وتصور واضح أنه أنتوا كيف بتشتغلوا على موضوع تجميع المعلومات أو تجميع الأحداث عندكم فضاء كبير وواسع بتقدروا تجيبوا منه المعلومات والتفاصيل يلي بتغني التقرير تبعكم انتبهوا من نقطة حتى في ناس يعني مو في ناس حتى نحنا كصحفيين هلا صرنا نلجأ لموضوع شو يا حزركم موضوع أنه نحنا عم نستخدم أي مصدر من المواقع الموجودة على الانترنت وهذا كمان غلط يعني في كثير من الأشخاص بيعتمدوا على الويكيبيديا وكلنا منعرف الويكيبيديا هي الموسوعة موجودة على جوجل أو موجودة على المتصفحات أو محركات البحث لحتى يكون فيها أي شيء يختار على بالكم بتم سياغة كتابة موضوع عنها الغلط بأنه تعتمدوا على هايك مصادر غير دقيقة وغير موسوقة غير محكمة بشكل أو بآخر إذن خلونا ننتبه على هاي النقطة بأنه نحن وقت منا نستخدم الانترنت نحاول نبحث عن نفس المادة اللي طلعته لكم بموقع ما من المواقع تبحثوا عننا مدلع ومرتين وثلاث اللي حتتتأكدوا أنه بالفعل هاي معلومة بيقدر تأخذ بعين الاعتبار فيها واستخدامها ووضعها بمثل التقرير أو حتى بمقدمة التقرير كمعلومة من المعلومات اللي أنا بدي ضيفها بالتقرير طيب خلونا نشوف الخطوة الثالثة وهي مثلا أستاذة ممكن أن نأخذ دراسات معينة ونضعها بالتقرير جاعة يدي سؤالك بالله اللي أسمع مني ممكن أن نأخذ دراسات معينة ونضع هاي الدراسة بالتقرير طبعا ممكن وبالعكس هذا شي يعني عامل قوة وعامل بزيد من يعني شغلك المصداقية بشغلك ليش هلأ طيب بدي أقولك كيف أنت تستخدم هاي الدراسة يعني مثلا في دراسة نشرت أو في تقرير أو في دراسة خليني مشاهم ما تقولي دراسة نشرتها نظمة المنظمة العالمية لحقوق الإنسان تمام هاي الدراسة بتثبت قديش في عندي عدد من الأشخاص أو عدد الأطفال اللي تخلفوا عن مدارسهم بالمناطق بسوريا بشكل عام والمناطق بإدلب ربما بشكل خاص هاي الدراسة عطيتني بالتقصيل قديش أعداد هدول الأطفال هاي الدراسة طبعا تقدري تشيري إلها بمثل تقريرك وبلب التقرير ومنص التقرير يعني انت حتصيغي طبعا بس مو شير الدراسة وقول أنه يذكر أو مثلا ويعتبر أو يعد أنه 35% من الأطفال في سوريا تخلفوا عن دراستهم بدون ما شير للمصدر بديقول بنهايته أو حتى قول ببدايته بحسب منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو بحسب الجهة هاي اللي ذكرت هاي الدراسة واللي هي قامت بالدراسة إذا انتبهي كثير منيح بدور بوقت تعتمدي أو حتى اللي موجودين واللي عمي حضرونا هلأ انتبهوا أنه نحنا وقت بدنا نشير للدراسات أو الأحصائيات أو التقارير في عنا كثير من التقارير اللي بترد بشكل دوري بوسائل سواء كان بتنزل على المواقع الكترونية الخاصة بهاي الجهة يلي نشرت هذا التقرير مثلا محكمة العدل الدولية منظمات المعنية بأمور العدالة والتحقيقات والمحاسبة والمسائلة ومجرائم الحرب هدول المنظمات أو هدول الجهات بتقوم بتوصيق بشكل دوري ربما شهري أسبوعي يومي أي أن كان الترتيب أو الدورية تنشر هذا التقرير تنشره على مواقعها الكترونية أو حتى على منصات الخاصة فيها فهون نحنا من المعيب أنه ناخد هاي الأحصائية أو ناخد هذا التقرير اللي ذكر هاي المعلومات عن عدد مثلا الحالات التعذيبة اللي صارت بالسجون عدد الأشخاص المسجونين عند الأشخاص المخطوفين قصرا كل هدول التفاصيل ما بيصير أنا أذكرهم بدون ما شير أنه حسب تقرير ورد لمنظمة محكمة العدل الدولية أو لأي منظمات أخرى تمام؟ إن شاء الله تكون وضحة الصورة نحنا إذن عنا بنص تقريرنا جيد أنه نعتمد على الدراسات نعتمد على أحصائيات تقارير أدلة شواهد حجاج براهين كل هدول المعلومات بتعمل قوة وبتكون عامل معزز لتقريرنا بأنه عم يمشي بخطوات الاحترافية طيب نرجع نشوف كيف فينا نكتب التقرير كتابة التقرير هي المرحلة الثالثة من مراحل إنجاز التقرير وكتابة التقرير الصحفي وفن كتابة التقرير الصحفي كتابة التقرير شو لازم نشتغل وشو لازم نعمل غير موضوع اختيار الفكرة هون لازم نحدد الهدف يلي بدكن يا من وراء كتابة هذا التقرير طيب ربما تقولولي إنه الهدف يعني مو هو نفسه الفكرة يلي أنا أصلا عم بحكي عنها نعم الهدف هو نفسه الفكرة يلي أنا بدي يحكي عنها لكن يشمل أيضا المحاور الثانوية يلي بدي تكون موجودة بالتقرير الأفكار الفرعية يلي حيتضمنها تقريري الخلفيات يلي بدي أحكي عنها بتقريري كل هدول المعلومات مجمعين تعطيني رؤية واضحة عن الهدف من التقرير يلي بدي يكتبه شو هدف من عرض هذا التقرير وبث هذا التقرير على الوسائل الإعلامية كل هدول المعلومات أنا بيصير بيبالي تماما مية بالمية بدون أدنى شب أو بدون تقارب يعني مثلا في بعض الأشخاص بيصير عندهم والله ما بعرف كات بتقرير بس يعني أحيانا يعني بيسلط الضو على الجوانب الإنسانية وبنفس الوقت بيسلط يعني بيحكي وبيتطرق شوي للجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والليزي منه نحكي بالأوضاع السورية وبالوضاع خاصة بإدلي بيقول لك لا هذا غلط هذا معناتها أنت اشتغلت على موضوع شتتت حالك بكذا جانب ربما تشيل لأنه في عنا قصف ممنهج وفي عنا ضربات دائمة ما في استقرار ما في أمن بس أنا هدفي الأساسي هون أنه شوف الحالات الإنسانية حالات التسمم إذن نحكي ضعف أو قلة مياه الشرب هاي المشكلة اللي بلشت تظهر وتتفاقم أكتر وأكتر به هالمناطق إذن هذا هو هدفي الأساسي وليس هدفي أنه شوف كم مرة عم تضرب مثلا أو عم يصير خليني أقول انفجارات بهذه المنطقة أو عم يصير قصف بهذه المنطقة ليس هذا هدفي من التقرير وأنا ما لازم أنا أعرف أنه هدفي الأساسي هو تركيز على الجانب الإنساني العكس صحيح إذا كان هدفي أنا أنه تسليط الضوء على الجانب الأمني والعسكري فأنا ما في داعي أحكي عن الجوانب الإنسانية بقى هون لأنه أنت أصلا هدفك من التقرير تركز على جزئية من الجزئيات وتتعمق فيها أكتر وأكتر طيب هلا هيك صار عننا نحن رؤية واضحة وتصور أنه شو هي كتابة التقرير الهدف الأول الخطوة الأولى من مراحل كتابة التقرير تحديد الهدف اللي هو الفكرة الأساسية إلى جانب المحاور الثانوية اللي حيغطيهم التقرير فتفريغ هاي المعلومات هي الخطوة الثانية تفريغ هاي المعلومات بمحاور جدا أمر ضروري ولازم يكون متسلسل ومتدرج بحيث ما لا يتشعب الزيادة ويدوع القارئ ولا ينقص وينقص من المعلومة وبحيث أنه القارئ أصلا ما فهم شو هاي زفيني يقول عن شو عم يحكي طيب عاد الصحفي والله ضيعنا ما يوصل لهاي المرحلة ما لازم أبدا أثناء عملية التفريغ لهاي المعلومات تكون يا منقوصة يا متشعبة زيادة وبالتالي يضيع فيها القارئ إذن هون نحن أو المتلقي أو المستمع نحن هون بشغلنا بشغلنا الأساسي وإن نفرغ المعلومات بدي يحاول لربما الصحفي أنت مثلا يا بدور أو يا محاسن أنس ومحمد ممكن تقولولي أنه صار في عندي ست سبع عندي فوق العشر المحاور يا أخي بالتقرير والله كتير كبير هيك ممكن يكون مثلا طلع أكثر أكثر من 1200 كلمة أو 1500 كلمة اللي هو هذا الحد المعترف عليه بحسب وسيلتك اللي عم تشتغل عليها سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو حتى الفيترونية الأمر مختلف لكن أنا عم بحكي أنه طلع مثلا تقريرك كتير كبير وماشاء الله أنت جبت معلومات وضخ وزخم كتير كبير من التفاصيل والجزئيات يلي بتخدم الفكرة الأساسية والهدف الأساسي اللي أنا عم بحكي عنه هون شو بتعمل بهالحالة لازم تشتغل بعملية الفلترة لهالمعلومات ربما تشبيك معلومتين مع بعض أو حزف أحد المعلومات اللي لقيتها سانوية وغير مهمة فيه يعني شيء أهم منه إذن مرحلة التفريغ لهالمعلومات ووضعها بمحاور وتقسيمها ورؤيتك مين هي الأنسب لأنه تكون بالمقدمة هات كله بنحط بورقة وقلم وبنحط على جنب لحتى تقدر أنت كصحفي كمحرر قاعدة بقا عم ترتب أفكارك حسب يعني الأجدر والأول والأهم بالنسبة لك ورح مقلولكم إذن رح مبلش بالخطوة الثالثة بعد ما فرغتوا المعلومات حطيتوا هالمحاور الأساسية حطيتوا من وجهة نظركم مين اللي بيجدر للمقدمة أو خاتمة أو بالمتن أو بالعنوان فلترتوا هاي المعلومات كلها غربلتوها عملية غربلة لقيتوا لسه في شي عندكم نائسة بترجعوا بتشتغروا بعملية جمع المعلومات بترجعوا بتعملوا شوية سيرشينج عن نت أو بتحاولوا تحصلوا على تصريح خاص من أحد الأطراف اللي قائمة بالحدث أو المسؤولة عن الحدث أو المهتمة بالحدث هاد كتير شي مهم بشغلكون الخطوة الثالثة واللي هي فعليا عملية الصياغة صياغة الأجزاء التقرير أول شغلة عم يقولولكن وبينصحكم فيها مساتس الأعلام والمختصين بالمجال الإعلامي بيلولكن إنه حاولوا يكتبوا جسم التقرير جسم التقرير اللي هو نحن بنعرف إنه متن أو صلب التقرير ليش بيلولكن إنه شغلوا على هاد الجانب أكتر أو أول أول قبل المقدمة وحتى قبل العنوان أو قبل ما تفكروا إنه تطرحوا خاتمة لهذا العنوان أو لهذا التقرير ليش؟ لأنه بالجسم ثقل المعلومات وبلورة المعلومات بتكون واضحة وجداً سهلة وسلسة بالنسبة للصحفي لازم تكون وبالنسبة أيضاً يعكس هذا الشيء للقارئ عملونكم بجسم سيتضمن الجسم المحاور التي يفرغت بها المعلومات ولكن تجعلها قطعة واحدة مثل ما إنها قطعة واحدة يعني فقرة واحدة أو عدة قطع لها عنوين سانوية إذا كنت عم تكتب بمادة الكترونية أو حتى مادة مطبوعة أما بالنسبة للمواد المرئية فهذا الشيء أو المسموعة ليس هناك داعي بأن نضع عنوين سانوية إذن بتقريركم فيكم تعملوا قطعة واحدة أو في كونة أسمولة قطع أو فقرات معينة متسلسلة الأفكار ويعني تنتقل بشكل سلس بين بعضاً ومتدرج وكلها بتخدم المعلومة الأساسية اللي أنتو عم تحكوا عنه العناوين بتتناول محور من المحاور وهذا شيء أكيد يلي بيكتب بالصحافة المطبوعة أو يلي بيكتب بالمواقع الإخبارية رح يعرف أنه لازم يكون العنوان اللي عم يسبق الفقرة اللي رح تجي لازم يكون عن جدعم يعكس هذا الكلام أو عن جدعم يلخص الفقرة اللي بده تجي وإياكم أنه تحاولوا تحاولوا تحطوا عنوين ليست متطابقة وليست متضمنة المحتوى اللي حينعرض بالفقرة إذا ننتبه على هاي النقطة وأكثر للأسف من الوظائف اللي كانت تجينا أثناء عملنا وأثناء تدريسنا كانت تجينا كثير من العناوين اللي بس إنه شاطر إنه يحط عنوان لا مو هون الشطارة الشطارة إنه يكون هذا العنوان الفرعي أو حتى العنوان العام الرئيسي مترابط وله يعني وجود منطقي في متن أو بالفقرة اللي عم بحكي عنه متل ما قالنا صياغة كل محور على إنه موضوع مستقل طبعا هاي نقطة بتسهل العمل بالنسبة للقائمين بالوسائل المطبوعة والإلكترونية لأنه أنتو عندكن إمكانية تقسموا الفقرات وتعطوها عناوين مستقلة الجسم متل ما قالنا هو الجسم اللي بيضم المعلومات والبيانات والشواهد والحجج وحتى مدعمة هاي الحجج متل ما ذكرنا بتصاريخ وآراء وأقوال واقتباسات من القائمين على هذا الحدث أو المهتمين فيه أخيرا قد يمكن أن يكون التقرير مثل ما أنه قطعة واحدة غير مقسمة إلى عناوين أو ربما بالعكس يكون في عندي قطع مقسمة لعناوين سانوية مثل ما برجع أكد لكم أنه هذا الأمر موجود في المطبوع والوسائل الكترونية أخيرا خلونا نشوف شو هي خصائص هي مو أخيرا وإنما حنفوت هلأ بخصائص هذا الجسم التقرير خصائص جسم التقرير لازم لازم يكون في عنا ترابط بين الفقرات شو يعني أنه لازم يكون في عنا ترابط بين الفقرات أنه لازم متل ما يكون في عنا تدرج حقيقي وتسلسل منطقي بين هذه الفقرات مو فقرة بالشرق وفقرة بالغرب وهذا يعني من العوامل المؤذية بالنسبة للصحفي لتاريخه وإرشيفه وأيضا للوسيلة التي هي متشاهبة كثير المواضيع ما تعرف تغطيها بشكل احترافي وبشكل منطقي إذا لازم يكون في عنا ترابط بين الفقرات لازم يكون هذا الأمر مدروس بشكل دقيق أمر جدا مهم النقطة التانية من خصائص جسم التقرير هو أنه يكون في عندي المعلومات وحتى خلونا ننجح نأكد عليها المعلومات والبيانات الجوهرية مثل ما قلنا مدعم تقريرنا بكم هائل من الأدلة والشواهد والحجاج والاقتباسات والأقوال والدراسات والأحصائيات عم يقولولكن أنه عدد الكلمات في الجسم التقرير بين 500 لـ 1500 كلمة بالنسبة للمادة على اختلاف أنواع الوسيلة الإعلامية المطبوعة والمكتوبة والمسموعة والمرئية أو حتى الكترونية ربما تسألوني إنه مثلا طيب ما فينا نكتب تقرير من 2000 كلمة هذا بيرجع الأمر للوسيلة الإعلامية اللي أنت عم تشتغل فيها لأجندة الوسيلة اللي أنت عم تشتغل فيها اللي بتفضل المواد التقريرية الكبيرة أو بتحب تكون مختصرة مكثفة قصيرة ما بتخلي القارئ يمل أو حتى المشاهد يمل كتير منكم أكيد 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 أنا بجزم إنه ما في واحد منكم من اللي عم يسمعنا أو اللي عم يتابعنا إنه ما تابع أحد التقارير الموجودة بالقنوات الإخبارية الكبيرة شئنا أم أبينا على رضانا عن توجهها أو حبنا بهي الوسيلة أو عدمه الجزيرة والعربية أو الحدث حاليا كم كبير من هاي القنوات أو كم كبير من التقارير الموجودة بهي القناتين أو حتى قنوات أخرى ممكن تذكروا ليها أنتوا وتكونوا معجبين بالتقارير اللي تقدم فيها مثل بي بي سي وفي منكم بيعجب بتقارير سكاي نيوز وربما تقارير أخرى معروضة بفرانس بريس نحن عم نركز هلا على القنوات الإخبارية هدول القنوات أكيد منكم سبقوا شفتوا تقارير معروضة على شاشاتهم وربما ومن النوادر حسب اعتقادي أنه تكونوا ألبتوا إيدكم ومساكتوا ريموت كونترول وألبتوا التقرير بدون ألبتوا القناة والشاشة بدون ما تتابعوا ويعني تكونوا مسرورين أو ممنونين متابعتكم لهذا التقرير ليش؟ طيب هون نحن هذا بخلينا نسأل سؤال مثلا في صياغ في عملية صناعة دقيقة واحترافية للتقرير اللي عم يبث على هدول الشاشات ما تخافوا الموضوع ما له صعب الموضوع ما له تعجيزي الموضوع ما بيعني إنه هن عندهم قدرات ومهارات وكفاءات وأنتم ما عندكم أمر جدا بسيط اعتمادكم تحكي فيها والفكرة والهدف الأساسي محاوري الرئيسية ومحاوري السانوية كل هدول النقط وقت أنا يكون مبلورة بزهني بشكل كامل والأهم من هاد عرفاني شو هنه المصادر المعلومات اللي أنا حاستقي منهن أدلة وشواهدي والمعلومات المدعمة في تقريري هون أنتو معنات أموركم رح تصير مثل التقارير المعروضة والجزيرة وربما تقرير من 500 ل 1500 كلمة للمواقع الإلكترونية أنت عم تسأل يا أناس ولا حتى هيك عم تأكد هذا الموضوع أنا بدي اسمع منك حسب أنتو الموقع اللي عم تشتغلوا فيه وحتى ممكن ما حاسن نفس الشي بديسمع شو هي تقاريركم والكلمات المسموحة بالنسبة لتقاريركم اللي بتكتبوها الوسيلة الإعلامية اللي عم تشتغلوا فيها مين بصراحة أنا بشتغل تحرير أخبار بس طيب مين بدور ولا محاسن اللي عم تحكيه عفوا محاسن محاسن تمام أنت عم تشغل تحرير أخبار تمام حقلك جاوبك يا أناس كان عم يقول أناس أنه أنا رح يجاوب أنت لكم الأمر بيرجع للوسيلة يعني ممكن أنت تروح على لكن وسطيا لا يجوز أن يزيد التقرير عن 2500 كلمة لا يجوز أن يزيد التقرير بأي مكان أنت كنت عم تكتب فيه عن 2500 كلمة والأمر مشان تقولوا كمان أنه طيب أستاذة قالت هيك 2500 هلأ ورجعوا وعملوا عملية سرش بسيطة على المحركات البحث أو اطلعوا وقرؤوا كتب الإعلام المتخصصة واللي بتقلكم شو الحد الوسط للتقرير ما رح تلاقوا كلام شافي وكلام خليني يقول مثل يعني منزل ومقدس وثابت لا ما رح تشوفوا هذا الشي وإنما تلك الأمر بيختلف من الوسيلة لأخرى لكن ونوعية الوسيلة أمر جدا مهم بيلعب دور بتحديد هذا الموضوع بالمادة المرئية لأنه مرئية ولأنه مرفقة بصور وفيديوهات تساعد على تخفيف الملل وطول المادة المصورة أو المادة المقروقة ففينا نشطحها لل2500 كلمة كحد أقصى لكن بالمواد المكتوبة والمطبوعة لا يجوز أن تزيد عن 1500 كلمة خلينا نقول 2000 كحد أقصى يعني هيك كبرت كثير المادة التقديرية إن شاء الله تكون وضحة الفروقات بين حجم المادة تفضل يا أناس إذا في عندك سؤال السؤال أنه 1500 كلمة أو 1500 يعني ما بيعود لأساس المادة يعني مثلا نوعية المادة اللي عم بكتبها أنا ولا هاي بيعود للسياسة التحريرية للوسيلة عجبني كتير 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 عجبني سؤالك الله يبضى عليك كتير حلو هذا الكلام هلأ شوف نحن وقت طالما قررنا نشتغل تقرير معناتها عم نشوف إنه هذا التقرير قادر أنا جيب منه تفاصيل أو أحصل على تفاصيل والجزئيات وخليني أقول تفاصيل أو يعني أحداث دقيقة متعلقة بنفس الحدث اللي أنا بدي أغطيه أو بدي أتعمق فيه فطالما إذن خلينا نقول أول نقطة أول نقطة بتلعب دور بتحديد حجم التقرير هو أصلا نوع المادة اللي أنا بدي يحكي عنه يعني هي هاي الجزئية اللي يتعمق فيها بقدر غطي فيها كلام وتصاريح بدون ما يكون حشو نتبهوا يكون في عندكم حشو بالتقرير وعبكم يكون في حشو لازم يكون في عندي لب وتركيز وتركيز يعني الدقيق بصياغتنا للتقرير لأنه حط حكي وأدلة ما لها أي وجود أو حتى مثلا ربما تكون غير دقيقة هذا يعاب عليكم كصحفيين بأنه تتحطوا هيك تقرير أو تكتبوا هيك تقرير وإنما إذن العامل الأول فعلا هو نوعية الحدث اللي أنت رح تحكي عنه بكيد رح يلعب دور بأنه أنت هالمادة تتحمل جيب عنها تفاصيل عملاقي عنها تفاصيل أصلا عملاقي عنها تصاريح من المسؤولين عن هذا الموضوع هذا أمر بيحكم بالدرجة الأولى واللي بيحكم بالدرجة الثانية لربما يكون بالعكس بالنسبة للوسيلة أنت عم تشتغل فيها سياسة الوسيلة هي أولا ونوعية الحدث هي ثانيا لكن بالمجمل هدول الفكرتين نوعية الحدث ونوعية الوسيلة وسياسة تحريرها هي اللي رح تقلك أنه نحنا تقاريرنا معتمدين أنه مكسيموم يا أخي 1500 كلمة ربما نلاقي أنه لا أحد الوسائل المطبوعة ربما نلاقي أنه في مثلا بتقلك أنه نحنا 600 كلمة كحد أقصى ما ما نحب نطول أصلا نحنا القطع تبعنا بالصحيفة للتقارير هيك حجمه أو التبويب البوابات أو اللي عندي إياها بالموقع الإخباري الخاص فيه أنا بحط حجم التقرير قصير بحيث أنه ما يملل القارئ وما يخليه تابع ويتكمل قراءة كل التقرير إذن هذا الأمر بيرجع أيضا أكيد بجزء كبير منه للوسيلة اللي أنت عم تشتغل فيها والسياسة التحريرة والأجندة اللي بتحب تقدمها للجمهور من خلال تقاريرها يمكن محاسرة رافعة إيدك ما بعرف إذا هي قديمة كمان سفي عندك سؤال في الظلي جديدة تمام هلأ بالتقرير ما فينا نضمن أقوال أشخاص صحيح لا مو صحيح يعني هذا اللي حكي ما بعرف من وين أخذت لأنه كفكرة إذا ضمننا أقوال أشخاص مو بتحول بعدين لتحقيق صحفي بينتقل من التقرير للتحقيق لا في فرق في فرق كتير كبير يا محاسن لأنه نحنا بالتحقيق رح يكون في عنا غير يعني هلأ نحنا بالتحقيق أنت بتستطلعي تمام أنت تسمعيني هلأ بتكوني ميحراز مترقز بالتحقيق نحنا بستطلع آراء اللي قائمين بالحدث أو المعنيين بالحدث تمام لكن بالتحقيق بيتحمل أنت كصحفي تبرزي رأيك بهذا الجانب يعني تعلقي على رأي هذا الصحفي على هذا المسؤول اللي حكى هذا الكلام تنقضي أو توافقي بالتحقيق أما بالتقرير فأنت لا يمكن لك أنه تقولي أنه هاد غير منافع للحقيقة أو هذا التصريح غير منطقي أو مثلا تنقضي بحجاج تانية موجودة عندك مثلا بالتحقيق أنت شو شغلتك بالتحقيق مو أنت تستقصي وتقرأي وتطلعي وتجيبي دراسات وأحصائيات أيضا بالتقرير ممكن نجيبي إحصائيات ولكن تشيري إليها للمصدر فقط بدون ما أنت تشتغلي لموضوع تأييدك أو رفضك أو نقدك لهذه الأحصائية أو هذا القول أو هذا الاقتباس اللي حصلت عليه من أحد المسؤولين هلأ رح تقليلي طيب رح تقليلي النقطة كمان مهمة رح تقليلي طيب أنت بالتقرير إذن عطيني استاذة فينا ناخد تصريح من فلان أو فينا ناخد اختباس من فلان طبعا في كتار دي لأنه أنت أصلا بهمك توضحينه للجمهور شو حكوا المسؤولين عن هاي يعني مثلا مسألة التسمم تمام أنت بهمك بشكل أو بآخر تشوفي هدول المسؤولين شلون عم يتعاملوا مع هاي القضية لازم تقولي إنه في في تصريح أو في ضوء ذلك هذا الشخص المسؤول عن مشكلة المياه حكى وقال أو وزير المياه خليني يقول حكى أنه هيك هيك هاي المشكلة صايرة هلأ ورح نحاول نصلحها ربما أنت تكوني حصلتي على تصريح أو لهذا الوزير بشكل شخصي أو مثل ما أنت لك شفتي هو ناشر على صفحته أو هو ناشر من الوزارة من البيان البيانات الإعلامية أو النشرات الإعلامية أو ممكن مثل ما قلنا تاخدي تقولي أنه صرح لوسيلة معينة أنه هيك 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 مشكلة المياه بالمقابل ممكن تاخدي كمان بالتقرير يتحمل هذا الشي محاسن هو أنه ترجعي تقولي شو رأي الناس بذاتهم بهذا الموضوع أنه الناس عم تشتكي من هذا الوضع هذا الوضع دائماً عم يتكرر عم يزيد بحالات ممكن تقولي أبو محمد قال بسياق هذا يعني بمقلة وعم يحكي لنا أكتر ويشرح لنا أبو محمد عن صعوبة هذا الوضع وبتنقلي شو قال أبو محمد مثلاً عرفت كيف فيكي يتاح إليك بالتقرير أنه تشتغلي على هذا الموضوع لكن لا بدرجة الاستسهاب وأنه تكرري يعني مثلاً أبو محمد وريمة ومعيمان كل هدول الأشخاص عم يحفو عن نفس المشكلة بتقريرك هذا الشي ما له كتير منطقي فقط يكتفي مثلاً ممكن برأي الشخص واحد من الناس العادية وأيضاً ممكن بتأخذي شخص المسؤول الجهة اللي قامت يعني اللي هي يعني فينا نقوم بتتحمل مسؤولية هاي المشكلة اللي إنه مثلاً وزارة المياه وربما ناخد طرف آخر من المستشفيات شوفي تبيني في كتابة هاي الجزئية وردة أحد الحالات التسمم نحن عم نتعمق بالحدث تمام وردة أحد حالات التسمم ممكن لمستشفى يمكن روح لهي المستشفى واخد تصريح من أحد الأطباء القائمين بالمستشفى عن حالة هذا المريض اللي إجا ومتسمم عرفتكي هذو كلهم أنت بتكون عم تركزيون بمحاورك ليش عم لكم كتابة المحاور هي أهم من أنه أنتوا طلعوا التقرير أو تقولوا أنه أنا بدي كتاب تقرير كتابة محاوركم أنا شو بدي أحكي شو بدي تناول الأفكار الرئيسية وسانوية فيه هو جدا مهم إذن رح تنختم رأيك أو تساؤلك يا محاسن بإمكانك الحصول على التصاريح أو يعني مثل ما أنتلك أقوال أو إحصائيات أو دراسات في تقريرك وإضافتها الشرط أن يكون الاعتدال وعدم التكرار في التصاريح شرط أن يكون أنا محايدة كصحفية أيوة والأهم من هيك أنتلك يعني كانت تقول بدور أنه ممكن أخذ دراسات وإحصائيات في عدد حالات التسمم التي نشرتها وزارة الصحة أو نشرها خليني قول منظمة إنسانية عاملة بهذه المنطقة فيني أخذ هذا الدراسة فيني أخذ هذا التقرير أو في هذه الأحصائية التي ذكرتها لكن لازم شير من المنظمة الفلانية هي التي ذكرت هذا الرقم الخاص بهذه الأحصائيات تمام إذن هون شكرا أني تكون وضحتي وقدمتي مادتك بشكل احترافي ومهني ومصداقية وموضوعية أهلا وسهلا فيك يا محاس إن شاء الله الله يوفقك يا رب خلونا نكمل الفقرة الواحدة يعم يقولون خصائص لازم بالتقرير تحتوي على معلومات أو أكثر وتخلو من الرأي أنت لكون ليش لازم تخلو من الرأي لأنه مو جو التقرير مو جو التقرير ولا ملعبه كتابة مواد رأي أو التعليق أو النقض على الحدث وإنما فقط نقل الحدث وإخبار المجتمع والجمهور بهذا الحدث هذا هو الهدف الأساسي من التقرير طيب خلونا نشوف شوفي عنا كمان معلومات جسم عم يأكدو لكم جسم التقرير أيضا أنه لازم يحتوي على مسار الواقعة المسار لهذا الحدث من بدايته وحتى نهايته يعني احكي وأدم الحادثة اللي صارت أو تفاصيل عن هذا الموضوع اللي بديتنا ولو هاي المعلومة اللي سمعناها بالخبر من أولا لنهايتها لربما ما أصل لحلول واقتراحات وتوصيات مثل ما بيقدم التحقيق الصحفي أو حتى التعليق الصحفي أو حتى المقال الصحفي وإنما فقط أعرض هذا الحدث وأدمه للمجتمع والجمهور المتلقي وحتى بنهايته طيب تقولولي طيب كيف منا نختمه أستاذة يعني كيف منا نختم نحن التقرير فينا الوضع الوضع الراهن هلا اللي صار يعني مثلا نحن نقول أنه في حالات نسموم وهي حالات مؤول وحدة ومثل ما أنت لكم ناخد صريح وإحصائيات عن هذا الموضوع طيب الخاتمة شو نقول نقول قد تتكرر هاي الحالات وقد نزيد وقد تتفاقم خلي الباب مفتوح ما نعطي إجابة صريحة نحن أصلا ما بيحقلنا نعطي إجابة كصحفيين وإنما نعطي منخلي المجال مفتوح يا منخلي بتساؤل معين نختم بتساؤل معين أو حتى نختمه ب يعني أي جزئية من المحاور اللي نحن كنا حابين نركز عليها بتقريرنا الربط بين الوقاع التي يضم التقرير وأن يكشف بين العلاقات ويكشف حتى يكشف ما وراء مثل ما تلكون التدرج والتسلسل المنطقي أمر مهم للغاية في كتابة جسمنا وجسم التقرير هلا هون عم يقلو لكون إنه الخطوة التانية من خطوات عمل وكتابة التقرير خلوها تكون المقدمة يعني بعد ما اشتغلتوا على الجسم وبعد ما فرغتوا المحاور والمعلومات لماذا كتبوا التقرير لماذا كتبوا المقدمة هون لماذا لأنه صار عندكم الرؤية كتملت يعني لازم بقى هون صرتوا تقدروا تشتغلوا على موضوع توصيف الحدث أو أو تلخيصه أو حتى البدء بحكمة أو حتى البدء ببيتشعر من أي نوع من أنواع المقدمات حنشوف شو هن متاح هذا الأمر بالتقرير الصحفي وحنشوف هلأ هنه التفاصيل بس خلونا نقرأ محمد صحيح يا محمد محمد عم يضيف ويقول الخاتمة هي وتحليل للمعلومات ونتائجها تحليل للمعلومات ونتائجها مثل ما أنت لك وصريح قد مثل ما أنت لك يحمل رأي مبطن في بعض المبارس لكن لا يكون رأي صريح وحقيقي ويعني عالني على أنه أنا رأيي وأعتقد ونعتقد وهذا الكلام اللي بيظهر أنه نحن عم نشتغل على موضوع إبداء الرأي هذا غير يعني مو غير مسموح ممنوع إطلاقا في التقرير الإخباري لازم نكتب بقى المقدمة هي الخطوة الثانية صار عنا مثل ما أنت لكم محاورنا تحددت صار في عندي فكرتي الرئيسية صارت واضحة شو هي الجزئية اللي بدي بلش فيها صارت واضحة وشو هي الجزئية اللي بدي تعمق فيها كمان صار واضح من خلال محاوري اللي وزعتهم هلأ هون النقطة هي أنه شو يا ترى بتقدروا أنتوا كصحبيين تستخدموا نوع من أنواع المقدمات أميقلو لكم في عدة أنواع للمقدمات المقدمة التمهيدية هي يعني بتحكي عن الخبر بشكل عام بشكل واضح بشكل ربما حتى ما فيني أقول تلخيصي وإنما هون يعني تخبر اللي عم يسمع واللي عم يقرأ أو اللي عم يشاهد بشو عم يصير أو ربما حتى لا أعتمد على الأخبار لحد الآن لأنه هذا قد يكون يندرج ضمن المقدمة الخبرية واللي هي بح تعطيكي فورا أنه مثلا بعد استشهاد أو بعد خليني أقول بعد سيطرة قوات الفلانية على المنطقة المعينة هيك ممكن أنا أشتغل على شيء اسمه مقدمة تمهيدية يعني أنا حكيت شوي شو صار بالقبل ورح أحكي بالعمق تبع تقريري عن هدول الحيسيات اللي صارت أو التفاصيل اللي صارت من بعد ما سيطرت هاي القوات على هاي المنطقة وشو وضع هاي المدينة خليني أقول هون هاد هو محاولي الأساسية حتى تندرج هاي هي فكرتي الأساسية من تقريري لكن أنا مهدت بأنه خبرت المستمع أو المتلقي أو الجهور أنه كاين فيه شيء صار لحتى وصلت لهذا الوضع إذن هاي شيء اسمه مقدمة تمهيدية مقدمة السؤالية أو التساؤلية إذا كان بشكل أدق المقدمة التساؤلية عبارة عن جملة تحتوي جملة استفهامية فيها سؤال هلا بتقولولي هل هذا الشيء مسموح نعم مسموح لكن وبتصور أنتوا كمان وعق بين إيديكم أو سمعتوا أو قرأتوا يوما من الأيام أحد السطوري اللي بلش فيها الصحفي أو حتى بلش فيها الفويس أوفر اللي كاتب التقرير أو اللي عم يقرأ التقرير بسواء كان التقرير مرئي أو مسموع بلشها بسؤال ممكن هذا الشيء ولو أنه أنا مو من أنصار هذا النوع إلا في حال فعلاً هذا السؤال إجا بمحله ونحن عم ننتظر الصحفي قدم لنا تفاصيل عن هذا أو إجابة عن هذا الحدث اللي صاير ممكن إذن الاستعانة بمقدمة استفهامية تساؤلية لكن أنا لست من أنصار هذا النوع مقدمة قصصية شوي عن القصصية من إسمها هي أنه نحن نسرد للصحفي الشيء اللي صاير نسرد للجمهور الشيء اللي صاير الحدث اللي صار بأسلوب سلس بأسلوب أقرب ما يكون للقصة بأسلوب لا يحتمل التساؤل ولا يحتمل التلخيص وإنما رح أحكي وأتدرج بالحدث تدريج من بداياته لحتى أوصل للليبيا اللي بديه وهذا أكيد انتبهوا نحكي عن مقدمة يعني لازم ما يكون أكبر من سطرين أو ثلاثة في المادة المطبوعة ولا حتى أيضا بالمادة المرئية ما لازم يكون هذا الكلام القصصي أو المقدمة اللي حنكتبها أنه والله تكون نص يعني نص صفحة أو يكون مثلا عندي فقرة لحالة أخذ ألف كلمة لا هذا الشيء غير مسموح بكتابة التقرير إذن هذا صار عننا نوع الثالث من أنواع المقدمات هو المقدمة القصصية السردية أشبه ما يكون لسرة قصة المقدمة الخبرية من اسم الخبرية بلش مباشرة بالخبر اللي صار يعني مثلا ارتفعت أسعار العملات أو خليني قول انهيار شديد تشهد العملة السورية مقارنة في هذه الفترة أو في هذه الأيام من السنة مقارنة بالسنوات الماضية ربما مباشرة ندخل بهذا الموضوع بشكل إخباري وحتى يعني بأسلوب كصحفي نقل بين من هذا الخبر للب أو لتفاصيل هذا الحدث بشكل احترافي وسليس كمان لازم يكون في أدوات ربط مستخدمة بشكل كثير كثير يعني دقيق أخيرا المقدمة التلخيصية هذه المقدمة تضمن الفكرة الرئيسية من موضوع التقرير يعني هي هون بقى عم تلخص المحاول اللي بدي أحكيها ليست عم هون ما بيهم أنه تعطيني الخبر يلي صار أصلا وإنما هون عم تهتم بتلخيص أهم الأفكار يلي بدي يحكيها بالتقرير خلونا نشوف المادة يلي بعدها مقدمة التقرير عبارة عن فقرة أو فقرتين تكون مركزة وجزابة وتلخص الموضوع أو بعض زوايا التقرير المهمة المواصفات ومن أساسيات مقدمة التقرير أن تكون مواصفاتها وجذب انتباه القارئ دون مبالغة وأن تدفع القارئ لمتابعة وقراءة التقرير حتى نهايته ولا تزدحم بالمعلومات حتى لا تشتد الذهن شوفوا فأنه عم تلخص الكلام اللي حكيته أنا قبل شوي وأن تركز على الوقائع وتحذر ويحذر فيها الوقوع بإبداء الرأي تكون ملائمة في شكل أساسي لمضمون التقرير فيتناسب حجمها ترضيا أكيد مع حجم التقرير أي يمكن أن نجيب في مقدمة التقرير على الأسئلة الخمسة المستخدمة بكتابتنا للخبر وهنا من ماذا متى أين وأنا برأي هي أسهل أنواع المقدمات وخليني ألكن المقدمة الكلاسيكية هي هي اللي هي بتبلش بالمقدمة اللي بتحتوي على الأسئلة الخمسة من أسئلة التقرير من أسئلة من العناصر الأساسية للخبر تمام؟ إذن هاي صارت عنا تمهيد حقيقي وخليني أقول جسم لكيفية كتابة جسم التقرير وانتقال للمرحلة الأهم هي مقدمة التقرير ويلي ممكن تكون مثل ما تلكون فقرة صغيرة سطور معدودة أو حتى فقرتين إن كان هذا الأمر مسموح في الوسيلة اللي عم تشتغلوا فيها أنواع هاي المقدمات قد تكون المقدمة ساخنة مقدمة القنبلة مقدمة المقارنة وتناقضات مقدمة تساؤلية مثل ما ذكرناها بتصور حالة هاي ومقدمة وصفية مقدمة خطاب مباشر في عنا مقدمة الغرابة والطرافة حوار المؤثرة المجاز المبرزة لفكرة أو زاوية جديدة والخبرية يواقع الموسيق شوفوها هون صار في عندكم تعداد أكثر أو خيارات أكثر المقدمة الساخنة والقنبلة هي تستخدم يعني بيكون الصحفي يعني داهية وتبيوصل لهي المرحلة من كتابة المقدمات ليش؟ لأنه هو صار عنده قدرة على بلورة الفكرة وأيضا بنفس الوقت أنت لكم فينا نقحم رأينا لكن شكل مبطن من خدال هدول المقدمات اللي هنن مقدمة ساخنة أو مقدمة القنبلة اللي هي أقرب ما تكون لمقدمة تجذب اهتمام وانتباه ولفت نظر الجمهور بشكل كتير كبير لحتى يقدر يتابع بقية التقرير وتصور مقدمة المقارمة أو التناقضات مثل ما فينا نبلش أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار الشديد اللي عم تشهده الأسواق السورية إلا أنه تستمر توجد المقدمة الاقتباسية والقصصية نعم مثل ما ذكرنا بالسابق هي الناس مصبوط في عنا المقدمة الاقتباسية وأيضا في عنا المقدمة الاقتباسية اللي ذكرناها قبل شوي في نقطة بس لأذكركم على هين مقدمة المقارنات مثل ما أدلكن أنه بالرغم من أنه في عنا غلاء كتير كبير بالأسعار الفكرة الفكرة اللي اللي بدي يحكي عنها أو اللي بدي يتعمق فيها بداخل التقرير من هذا الموضوع أخيرا خلونا بتصور أنا هيك يعني باقي الأنواع واضحة إن شاء الله ما يكون فيه عندكم أي استفسار عليها مشان نكرج شوي بموضوع كتابة التقرير بعد ما كتبتوا الجسم وبعد ما كتبتوا مقدمتكم للتقرير فيكم هلأ صار بشكل حقيقي وبشكل بسيط تكتبوا العنوان يا ما أحلق كتابة العنوان بعد ما يكون الصحفي صار يعني ملم وعرفان شو هي أصلا المقدمة اللي بده يجذب فيها انتباه واهتمام الجمهور وعرفان شو هنا محاوره الأساسية وعرفان أيضا صار في عنده طبعا نحن وقت عم نحدد المحاور عرفانا أنت لكم تتذكروا وإذا لكم تلكم شوفي عننا الخاتمة حتى صرت أعرف شو بدي حط فيها يعني يعني خلي خاتمتي أقرب للنتائج ربما خليها تساؤل مفتوح ممكن هلأ نشوفي عننا أنواع للخاتمات أو الخواتم أو الخاتمة بشكل عام عميلو لكم في عدة خصائص للعنوان وأيضا هون مدارس الصحفية والمدارس الإعلامية تتنافس في كتابة العناوين وأيضا الوسائل الإعلامية بحد ذاتها تبدع في كتابة هذا العنوان الخاص بالتقرير لحتى لأنه هو تعرفوا المثل اللي بيقلكون العين مغرفة الكلام العنوان هو ساحب القارئ وساحب الجمهور لقراءة المتن والتقرير بحد ذاته العنوان هو اللي حيقدر يشد ويجذب الجمهور لأنه يسمع ويقرأ ويتابع ويشوف بقية التقرير إذن من خصائص هذا التقرير أنه نجمع كل هالأفكار اللي حكيناها بالمتن واللي حكيناها بالمقدمة وياللي أصلا الهدف الأساسي من كتابتي للتقرير إجمعها بالعنوان لازم يدل للعنوان على موضوع التقرير مثل ما أنه على فكرته الأساسية والأهم من أنه يكون الأهم من كل هذا لازم يكون دقيق وواضح ومحدد وموجز وخالي من الرأي هاي أنا بقول رقم واحد بأنه لازم يكون كتابة أو عنوين تقاريرنا للأسف اللي هلنا نحن عم نشوفها على محطات الوسائل الإعلامية والقنوات الأخبارية عم نشوفها مليئة بالرأي ومقحم فيها الرأي بشكل واضح وأكيد يا أبدور صحيح العنوان يجب أن يكون ملفت وجذاب للجماهير برجع بإلكن تستخدموا كلمة جذاب أو ملفت لا يعني أن يكون الموضوع مبتدلا ولا يعني أن يكون مكرورا ومتكررا بشكل كتير يعني مستهجان أو يعني مسخيف إذا فينا نحكي بالنسبة للجمهور لأنه صار عندنا الجمهور زكي ما عصرنا نقول أنه جمهورنا نحنا والله على أده معلوماته أو ثقافته على أده لا 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 صرنا نشوف أبسط الأشخاص وربما أقلهم مستوى تعليمي عندهم كم كبير من المعلومات التفاصيل ربما الوجهات النظر صاروا يقدروا يشكلوا وجهات نظر بسبب الدخل كبير للإخبار أو حتى التقارير المصورة والتعليقات والآراء اللي موجودة على الساحة الإعلامية والوسائل الإعلامية بشكل عام أو حتى الفضاء الكتروني أخيرا إذا بدنا ننتقل للخطوة أيضا من نسمات العناوين أنه لازم مثل ما قلت لكم شفتوه أول شيء تقع عليه عن القارئ فهو آخر شيء يتم كتابته صحيح مثل ما قلت لكم أنه هو أول شيء تقع عليه عن القارئ لكن هو لازم نكتبه آخر شيء لحتى تكون شكلت عننا الرؤية بشكل واضح هدفه أنه يجزب الانتباه مثل ما قالت بودور وأيضا الهدف الثاني هو أنه يعطي قيمة للموضوع يعني يقدر يعكس لي بشكل حقيقي الموضوعي عن شو عم ينحكى يعني عن شو عم ينحكى عم ينحكى عن تسرب الأطفال من المدارس ولا عم يحكي عن حالات التسمم ولا عم يحكي بيكون الموضوع واضح القيمة يلي عم يتقدم عم تتقدم للجمهور من خلال هاد العنوان مثل ما نتلكون أنه فينا نحنا هون بالعنوان نركز على عنصر واحد من العناصر أو زاوية مثل ما بيقولوا واحدة من هدول الزوايا اللي حاب المحرر يبرزها أو ممكن أنه لا يلخص بشكل طلخيسي وبشكل يعني كامل وشامل للأحداث اللي عم يتناولها تقريره الآن في عم عدة أنواع للتقارير وهي بإمكانكم منها أمتى وقت بدكن تكتبوا عنوين تقاريركن إن شاء الله بالمستقبل يا شباب أنواع التقارير تشبه إلى حد ما أنواع المقدمات لكن هون نحن عم نحكي على سطر واحد فقط يكتب باحترافية من قبل الصحفي وهو عنوان التقرير عنوان التقرير من أنواع هذه العنوين ربما نعتمد أيضا مثل ما ذكرت لكم العنوان التلخيصي أو ربما نعتمد على العنوان التساؤلي والاستفهامي ومثل ما جبلنا أناز جبلنا وظيفته وكانت فيها واضح فيها العنوان التلخيصي عفوا عنوان التساؤلي أو الاستفهامي ربما ربما ناخد اقتباس منقدر ناخد اقتباس وتصريح لأحد المسؤولين أو الأطراف المعنيين بالحدث ولكن الأهم من ذلك انتبهوا أنه هذا الاقتباس الذي ذكرته بالعنوان يجب أن يرجع يتكرر بشكل أعمق وبشكل أوسع في متن التقرير ليش؟ يعني هلأ مثلا لأنه القارئ رح يشوف أو المستمع أو خليني يقول المواد المكتوبة لفروف هذا الروسي واللي كلنا بنعرفه مثلا لفروف ويحط لنا نقطتين ويكتب التصريح أنه السوريا على وشك أو سوريا حيتم العملية الانتقالية والمباحثات ماشية على قدم وسط مثلا عم نفترض تمام؟ هذا مصرح هيك لفروف بس يجي القارئ ويطلع هيك ويقرأ التقرير كله ما يلاقي لفروف ولا يلاقي شيء عن المباحثات فهي طامة الكبرى إذا ننتبهوا الاقتباس اللي حتحطوه بال بالسؤال أو بالعنوان عفوكم لازم يكون موجود نفسه ومعلومات مستفيدة أكتر من بمثل التقرير وأيضا نفس الشيء عم بحكي عن التساؤل والاستفهام إذا أنا عم بحكي عن يعني العنوان استفهامي لازم نكن لنا جواب بمثل التقرير يعني مثلا إلى متى أو خلينا نقول هل ستبدأ عملية التطعيم الثانية في تركيا أو هل ستبدأ عمليات التطعيم هل سيكون هناك عمليات تطعيم ثالثة وجرعات ثالثة في تركيا أو في سوريا أو لازم منه هذا السؤال إذا ما جاوبت عنه بالتقرير أنا عايب حط سؤال هيك يكون بالتقرير لتقريري ونفس الشيء طبعا بالمادة الخبرية ونفس الشيء بأي نوع من النواع الإعلامية أعقن تعتمدوا على أسلوب من النواع العناوين وما يكون هذا الأمر معكوس بمحتوى المادة الإعلامية اللي عم تكتبوها وهون نحن عم نخص بالذكر التقرير طيب خلونا نشوف الباقي الجملة الاقتباسية حكينا أنه الاقتباس هو نفسه نقدر ناخده وأيضا نتعمق فيه بالمحتوى وأيضا في عنا أنواع العناوين الوصفية الاعتماد على أساليب وكلمات وصفية التناقض والمقارنة حكينا مثل المقدمة أنه غلاء بالأسعار وحركة تسوق شديدة تشهدها الأسواق السورية ممكن هذا يكون عنوان عرفتوا كيف لكن لازم يكون توضيح لهذا التناقض وتفسير لهذا الجزئيتين اللي أنا طرحتهم بعنواني بمثل التقرير أيضا المجاز موضوع مجازي يعني تشابيه غير منطقية أو غير ممكن واردة بشكل كتير كبير ممكن نستخدمها لكن بشكل مدروس نتبهوا جدا من هذا النوع من أنواع العناوين أحيانا بيعمل خلل الوسيلة وربما يورطها ب يعني مشاكل تصل للمحاكمات إذا كانت هاي دول المجاز أو الطرق اللي صاخ فيها السلوب المجازي بالعنوانه لهذا الصحفي قد تورط الوسيلة وتورط الصحفي بحل ذاته فنتبهوا تبتكتبوا نوع من أنواع العناوين هذا المجازي التوجيه المباشر مثل ما أنتلكون يعني مثلا بنقول غلا شديد تجهده أسواق الأسواق في الأسواق السورية كهو خلال سيحي غرابة وطرافة هون باخد شيء وهذا يليق مثل ما قلنا بالأخبار الفنية والكوميدية أصلاً أو حتى بالأخبار الرياضية النفي النفي يعني أنه يعني لا مباحثات مجدداً مع الإيرانيين مثلاً أو مع الروس يوجود الروس فيني أنفي هذا الموضوع بشكل مباشر وأبدأ بإداء أن في هذا أمر مسموح المباشر من نفسه أو توجيه المشوق وهو أنتلكون أنه أقرب ما يكون لأسلوب يعني فيه شيء من الإيسارة ولكن تكون الإيسارة ما يكون الإيسارة محترمة وإنما بدون ابتزال وبدون يعني شيء تهكمي ساخر لا يتحمل لا تتحمله نوعية الوسيلة اللي أنتو عم تكتبو له خبر ولا يتحمله أصلاً نوع الحدث اللي عم تحكو عنه اللي عم تحكو عنه أو اللي حاولتوا تستخدمه هذا الأسلوب المشوق من العناوين إله الجملة القوية أو المتفجرة هيتشفق إلى حدين كبير يعني الأسلوب التوجيهي المباشر هذا النوع جداً قريب من هدول بصور ما بعرف وقفة الصورة في كل الأحوال هلأ نحنا صار في عنا النهاية أو تلخيص اللي اشتغلنا عليه واللي اعتمدنا بشغلنا هو الخاتمة اعتمدنا نحنا بشغلنا وكتابتنا للتقرير أول شي على كتابة جسم التقرير ثاني شي على كتابة عنواء مقدمة التقرير ثالث شي كتابة العنوان ورابع شي كتابة الخاتمة شو هي الخاتمة؟ اسأل نفسك بعد كتابة الجسم ماذا تريد أن تقول من كل ما تقدم؟ ستكون الإجابة هي الخاتمة فاكتبها والإنشئة فلا تكتب الخاتمة لأنه يمكن تعويضها بتفاصيل الجسم مثل ما أنت لكم انتبهوا يا شباب ويا صبايا نحنا هون عنا الأمر موجود ومتاح ومباح بالنسبة للصحفي عند كتابتي للتقرير إياكم أن تكون المعلومات منقوصة في التقرير ولكن يمكن انتبهوا إياكم أن تكون منقوصة وإياكم أن تكونوا تعمدتم أنه ما تكتبوا خاتمة هلأ إذا ما كتبتوا خاتمة لأنه هذا التقرير عن جد بيتحمل ما ينحط له خاتمة لأنه أنا ذكرت كل المحاور بمثل التقرير فهذا أمر ممكن لكن إن كان يتحمل كتابة خاتمة ربما نرجع شوي بخلفيات عن الحدث أو نستخدم بعض الاقتباسات أو نستخدم بعض التساؤلات المفتوحة هاي كلها نوع من أنواع الخواتيم أو الخاتمات ما بعد خواتيم والخاتمات بالفصحة شو هن نجمع تبع هاي الكلمة لكن متاحاد الأمر بالنسبة للتقرير الصحفي الخاتمة هي آخر جزء بالتقرير قد لا يحتوي مثل ما إلنا التقرير على خاتمة في جسمه أو في متنه خاتمات براف عليك يا إسماعيل أو محمد يعني إذا صح ما بعرف أنت المسؤول خاتمات إذا خاتمات نحنا نقلنا للي آله إسماعيل محمد طيب أنواع الخواتم مصرر أنا أقلكن خواتم أنواع الخاتمات في عنا خاتمة خيسية وفي عنا خاتمة سؤالية مستقبلية شوفوا هذي اللي عملكون عليه التساؤل المفتوح هذي هو الشي اللي عملكون عليه ونقدر نحنا كصحفيين نترك التقرير أو نختمه بتساؤل مفتوح وآخر نوع وهو أكيد المقدمة أو الخاتمة يلي بدون أي خلفية وبالتالي ما لها أي يعني نحنا قلنا لكم أنه بنقدر نحنا بالخاتمة سواء بالخبر أو حتى بالتقرير نرجع شوي بخلفيات عن الحدث أو نذكر بأحداث صارت شبيهة بهذا النوع الجزئية اللي عم بحكي عنا يمكن أن نحنا نشير لهذا الموضوع بالتقرير لكن أيضا ممكن أنه ما نستخدم أبدا خلفيات وبالتالي ما نختم التقرير بأي تفاصيل أخرى خاتمات أو خواتيم الأثنين صح الله يعد في ألف عافية يا محمد من ناحية اللي أكدت لنا هذا الشيء طيب خلونا نشوف أي شوفي عم يصير هلأ بلا خلفية خصائص الخاتمة لازم الخاتمة شوفوا النقطة كثير كثير مهمة وعم بركز لكم عليها لازم الخاتمة تتضمن النتائج التي يريد المحرر إيصالها من التقرير أو برجع بقول أنه يعني في حالة نحنا عم نحكي إنه إذا في بعض المحررين قد لا يختموا تقريرهم بخاتمة وقد يلجأ أحد الصحفيين لختمه بخاتمة الخاتمة إذا كانت موجودة لازم تنضمن النتائج اللي بيحب المحرر يوصلها انتبهوا تبقل لكم النتائج لا يعني أنه يعطي اقتراحات وتوصيات هو من عنده الصحفي ربما يشير لهدول الاقتراحات والتوصيات بالنسبة من خلال رأي أحد المعنيين بالحداث وإنما ليست بشكل يعني نابع من رؤيته الشخصية للصحفي إذن ربما تكون هيك اقتراحات توصيات النتائج ربما يكون مثل ما أنت لكم يتركوا بتساؤل عام لازم ما تنضمن خاتمة التقرير كلمات خطابية شو يعني لازم ما تنضمن كلمات خطابية يعني لازم ما يكون أنه هذا الشي موجه مقصود أشبه بقول أو أشبه بتصريح لوزير أو أشبه بكلام منزل استغفر الله أنه خلص هذا التقرير هيك حتكون خاتمته هذا الأسلوب بالخواتيم أو الخاتمات يلي هتكون بتقاريركم الصحفية الخاتمة إذن هي تقييم المحرر لموضوع التقرير الصحفي وأيضا عرض النتائج اللي وصل إليها المحرر من خلال العرض والبحث وأخيرا التعميم لحقائق معينة أو آراء خاصة لبعض النتائج التي حصل عليها المحرر شوفوا هاي لبعض النتائج التي حصل عليها المحرر يعني لبعض الآراء اللي حصل عليها المحرر من الأشخاص اللي يعني معنيين بالحدث وإن كان لا يفضل التعميم إلا إذا كان مستنداً لحقائق ووسائق يعني مثلاً إذا بنقطت التسمم إذا بنقطت التسمم ورجعت شوي بخلفيات عن الحدث وقلت إنه بزمناته وصاير نفس هاي الحالات التسمم من سنتين وراح ضحيتها كذا شخص أو كذا ضحية أو كذا مثلاً يعني وفيات من هدول الأشخاص اللي تسمموا. هون ما بيصير أنا أطلق هدول التعميمات أو أطلق هدول يعني استخلاص للنتائج السابقة اللي صارت بنفس هاي الحالة بتقريري أنا ربما أنا أخذها بأسلوب تساؤلي هل يا ترى ستتكرر مثلاً الحادثة نفسها ونصل إلى ونخسر عدد منها الضحايا والأشخاص والأبرياء المدنيين يلي هنن أمس ما يكونوا لنقطة مياه ونقطة مياه من الشرب عرفتوا كيف ممكن ناخذها بأسلوب تساؤلي لكن بدون ما نعمن ونقول بشكل مباشر إنه أكيد هيك يعني إنه نقول وستتكرر الحادثة وستتكرر ما شهدته إدلب بالسنوات بالسنتين الماضيتين من الإزهاق عدة أرواح للمدنيين بسبب قلة مياه الشرب يعني ممكن ما أصل لهذا التعميم بهذا الأسلوب ولا يجوز أصلاً أنه أصل يعني استخدم هذا التعميم وقول إنه أفترض أنه هيك هيصير أكيد يعني هيك هيصير أكيد هذا ممنوع بالتقرير بخاتمة التقرير الآن قالب سياغة التقرير يا شباب نحنا ما رح نلحق صارت الساعة 7 في عنا قالب سياغة التقرير لكن أنا ممكن أختم فيه بإنه يعينكم شو ممكن أو شلون ممكن نحنا نكتب تقريرنا بقى هادي اللي صار في عندي رؤية واضحة إله الفكرة الرئيسية للتقرير أحد الأشكال الآثية مثل ما لنا منبلش بتمهيد بقصة مثل ما لنا بأحد الأنواع اللي هي خبر الخبر نبلش فيه نبلش بتساؤل نبلش بتلخيص للأحداث أو تلخيص لتفاصيل الحداث وأيضا أنواع أخرى ذكرناها بالمقدمة سياقة التقرير ويتحمل أثناء صناعة التقرير أنه يكون مقطع بقطع وفقرات تساعد المتلقي على الانتقال التدريجي والتسلسل المنطقي من فكرة لفكرة بدون ما يشد انتباهه وبدون ما نقطع جزئيات من الخبر أو جزئيات من هذا الحدث بدون ما نكون فهمنا لب القضية وتفاصيل هذه القضية بشكل دقيق أخيرا الخاتمة هي قد تكتب مثل ما قلنا أو قد تترك فيعوض عنها الجسم وإذا كتبت يوضع فيها أهم نتائج التقرير اليوم ما رح نحكي عن التحقيق بتصور نحن بكفينا هذا الموضوع يعني ما لازم نشتغل على موضوع يعني التقارير وتحقيق عفوا إن شاء الله يا رب تكون وضحة الرؤية ووضح كل شي حكينا أي حدا عنده سؤال عن كيفية كتابة التقرير وما هو التقرير حدا كان متوقع أنه ينحكى شيء بالتقرير ولقى شيء تاني لقى شيء بعيد عنه رجاءا كلها تكون بدي آراءكم من أنس بدور سلوى محاسن محمد وأيضا دكتور فادي أي حدا حابد يتأكد أو يعرف أنه يعني كان كان متوقع أنه ينحكى أكتر أو ينحكى بيستسهاب أكتر عن التقرير وما استفاد من هاي المحاضرة بشكل كتير كبير ساز محمد عم يقول محمد الله يعطيك ألف عافية ما قصرتي إن شاء الله يارب تكون مضحة بالنسبة إليك يا محمد أنس بدور تفضل وكل واحد يعلق أو يعطينا بس يارب تذكرين عن أنواع أعطيك العافية أستاذي أنا شكت أنك حاكيتي أكترا يعني شغلات كتير مهمة يعني مطيمة مشرحتي أكتر يعني من اللزوم في بعض الأفضل يعني شكرا شكرا أعطيك العافية حبيبة ألفيا بودور هذا واجبنا نحنا أصلا أنه نحاول نسلط الضوء على كل النقاط من جراء نحنا لأنه اشتغلنا وصار في عنا شوية هايكي خنيني نقول عمل صحفي بنقدر بإحترافية ما حاصل عم تكتب وتأكد عم تقول بالعكس حكيت نارك كتير أشياء إضافية وضويت على أمور كانت غايبة عنا إن شاء الله يا رب التوفيق أنا أنواع العناوين نخايفة قطع بس الزوم رح أرجع نزل هاي محاضرة مباشرة على اليوتيوب وشفت السلايدات كيف عم تكون موجودة يعني بإمكانك مباشرة ترجع لهاي أنواع العناوين وبتصور إذا فيني أنا أجمل هالعناوين في عنا أكتر من عشر تنعشر عنوان أبرز هاي العناوين المستخدمة هي العنوان التلخيصي وعنوان التساؤلي عنوان الوصفي وأيضا ممكن نستخدم العنوان الأفضل رobile اناس عافوا موزة عنوانوين أنواع التقارير بس هلية تتذكرينا عن أنواع العناوين أنت هيك سائل أنت بدت أنواع التقارير هي أه التقارير طيب نحن نشوف أنواع التقارير نحن ما فينا نقول في عنا تقارير غير إخبارية التقارير هو تقارير صحفي إخباري لا يوجد أنواع أخرى للتقارير لكن بيختلف الأمر وين؟ بيختلف في أنه نحن نشتغل على الجانب الإنساني رح نركز على الجانب السياسي رح نركز على الجانب الاجتماعي كل هدول التفاصيل هي اللي بتندرج ضمن أنواع التقارير عرفت كيف؟ ما عندنا أنواع غير النوع التقارير الإخباري التقارير الصحفي هو نفسه هدول هنين أنواع التقارير يا أناس في عندك أنت إي استفسار كنت سمعان أنه فيه أنواع تقارير ولقيت أنه لأ هذا الشي من ذكر بمحابرتنا؟ ماذا عندك إضافة يا أناس؟ تماما أنا والله بتذكر يعني تحكي أيام الجامعة يعني أيام الدراسة بتذكر أنه كان فيه عدة أنواع لأنواع التقارير يعني مثل أنواع والله هيك أنا عمل أذكر يعني في ذلك أنه كان أخباري طيب تعال ألأ لك خلونا نوصل خلونا نوصل يعني إجا سؤالك من محلو يا شباب وظيفة وظيفة تنشيطية ما بتأخذ منكم خمس دقايق على المنصات ومحركات البحث أناس عم يقول أنه في عندنا تقارير وخلونا نحن نروح نشوف على المواقع المحركات البحث أو حتى كتب الإعلامي اللي عندكم ياها إذا كان موجود هل هناك أنواع للتقارير مثل ما نقول ربما يكون في عندنا تقارير إخبارية ربما يكون في عندنا تقارير سين عين خلونا نشوف هاي التقارير إذا كانت موجودة ونقرأ هدول التقارير اللي فصلتوا لهم وأنواعهم لا فيه أنواع تضلي سلواء السلام عليكم عليكم السلام سلواء كانوا أول مرة أنت بتكوني موجودة مهيك؟ ايه والله هلأ بالصدفة أنا شفت الرابط على المجموعة فدخلت تمام توضلي سلواء شو عندك تعليق؟ هلأ أبدأ أفكي عن أنواع التقارير أنه أحياناً بيكون على شكل بروفايل مهيك؟ أحياناً بيكون على شكل سردي قصصي أو وصفي هلأ نحنا أو علمي اجتماعي ها ها نتبه شوف أنت شلون بلشتي جمعت بشغلتين ورجعت حكيتي يعني حكيتي صح و بعدين رجعت عفوان حكيتي شوي شعرت بأنواع المقدمات أو أنواع خلينا نقول كيفية صياغة التقرير وبنفس الوقت رجعت عطيتنا العام وفعلاً فيه عنا أنواع التقارير مثل ما قلتي فيه عنا العلمي فيه عنا الإنسان فيه عنا الرياضي فيه عنا الاجتماعي فيه عنا السياسي فيه عنا العسكر فيه عنا الأمني فيه عنا كل مجالات الحياة تندرج ضمنها الأنواع للتقارير لكن الأنواع المقدمات للتقارير فعلاً أنا ممكن بلشها بمقدمة سردية مثل ما قلتي قصصية وحكينا أنه بلش كأنه أنا عم بحكي قصة ممكن بلش بمقدمة وصفية ممكن بلش مقدمة وصفية مثل ما قلتي ممكن بلش مقدمة خبرية هدول هم من أنواع المقدمات الخاصة للتقرير لكن هاد ما يمنع من أنه سلوة وأنس وبدور ومين كمان ومحاسن كلهم يرجعوا يشوفونا شو في عنا أنواع تقارير لحتى البكرة نقول يا ترى نتفق كلنا سواء أنه فعلا في عنا أنواع تقارير وأنا كمان هروح أعمل سيرش مثلكم هشوف شو في عنا أنواع وكيف فينا نفرزون سواء تمام؟ إن شاء الله تكون كل أموركم بخير يا شباب أه 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 أنا أتذكر بالمعهد والله لنا سنتين يعني أنا متخرجة ونسيت يعني الأنواع بالتفصيل لكن بتذكر غير الإخباري كان فيه عدة أنواع يعني البروفايل هو واحد من ضمنهم حلو حلو البروفايل هو من ضمن على فكرة نفس أنا سح أحكي أنا عننا بتصور أنت في نقطة كتير مهمة إحنا بالجلسة الأولى حكينا أنه من أنواع المواد الإخبارية ومحاسن أكيد سمعتني ومحمد وحتى بقدور في من أنواع المواد الإخبارية عنا البروفايل اللي هو السيرة الزاتية أو القصة الخبرية وأيضا التقرير في عنا هذا الثالث النوع وعنا الخبر هدول هنا من أنواع المواد الإخبارية عرفت كيف؟ أما أنه من أنواع التقرير يكون في عندي بروفايل فأنا هذا أنا اللي لازم أرجع عمق فيه وأنتوا كمان مطلوب منكن أنه تعطوني الجواب الشافي عن هذا الموضوع وشو وصلوا وصل لكم من خلال قراءتكم وبحثكم على جوجل والمنصات ومحركات للبحث عن هذا الموضوع حدا عنده أي سؤال إن شاء الله يا رب هيك تكون الأمور تمام سلوة أنا بتشكرك أنه دخلتي معنا وإن شاء الله بكرة كمان تمنى لك تحضري يعني يكون في عندك استفادة ويكون في استفادة حقيقية بجلساتنا شاء الله يعطيك العافية الله يعافي قلبك يا رب لقاءنا لحيتجدد بإذن الله تعالى بكرة الساعة 5 كمان حتكون الجلسة الختامية صحيح في عنا كم كبير من المعلومات لسه منحكة بس رح حاول بكرة كسف في على أمل أنه تكون في عنا جلسات ودورات أخرى ربما تكون كونه هلأ كورونا خلصت حيكون بشكل فيزيائي اللي موجود باستنبول بيقدر يداون بمقر الجمعية العالمية للأكاديميين العرب نتفي سواء على توقيت ونحكي أكتر عن هذا الموضوع والأسئلة عم تتكرر والأسئلة للأسف عم تجيني على الخاص وعلى المسجات اللي عم يتوصلنا للجمعية العالمية الأكاديمية العرب عم توصل بشكل يومي إنه هل في شهادة طبي اللي ما حضر كيف ده ياخد شهادة يا جماعة اللي حابب ياخد شهادة بمكاني أنا أبعت لكم رقم سكرتير الجمعية أو المسؤول عن هذا الموضوع حتى نوصل لصيغة كيف تقدروا تاخدوا شهادة وشو يعني أنت ممكن تستلموها وتبعدوا أسماء كون بشكل الاسم السلاسي أو الاسم بالإنجليزي والعربي للجمعية أو لسكرتير الجمعية الله يعطيكم ألف عافية للشباب حبيبة ألبيا محاسن وشكرا كثير لك يا أناس بالتوفيق لكم جميعا السلام عليكم